الوجو الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في جنايات الأعراض وهو المسنى قذفة وهي النوع الرابع من الجنايات وأنوال القراءة في الأنواع كلها واحد جناية القتل العمد القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ العمد المحض أن يقصد القراءة بالفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا كآلة أو غيرها فإذا لم يقصد الفعل كما إذا زلقت رجله فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصص وكذا وإذا لم يقصد شخصا معين بأبرم على غير هدى فأصاب غير معين فمات فإنه لا يجب القصص وكما يحصل القتل بالآلة يحصل بعيرها وهي أنواع منه ما لو حدثه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصص وكذا لو حدثه وعراه حتى مات من البرد وجب القصص ومنها إذا شهد جماعة على رجل بما يجب قتله فحكم القاضي بشهادتهم وقتله ثم رجعوا وقالوا تعمدنا بالشهادة قتله لازمهم القصص ومنها أن يقدم إلى شخص طعاما مسمومة فأكله ومات وجب القصص ومنها ما لو غطى رأس بئ في بهليز ودعاه إلى بابه ضيفا لقصدر الغدر به فمر على البئ فسقط فيه فهلك وجب القصص وعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر أو هو أكبر الكبائر بعد الكفر بالله والآيات والأخبار في التحذير منه كثيرة مما قوله تعالى ومن يقطر مؤمنا متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها سورة النساء الآية الثالثة والتسعون وفي صحيح المسلم لا يحل قتل مرء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير حق ظلما وعضوانا وفي الخبر لا قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا رواه التنذي والنسائي وإسنادهم صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله حكم القتل عندها من قتل مسلما عنده على الصفة التي ذكرت وجد القصاص منها لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأعنسى بالأعنسى الآية الثامنة والسبعون والمئة سورة البقرة وقوله تعالى ولكم في القصاص الآية التسعة السبعون والمئة سورة البقرة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحب قتل مسلم إلا في إحبى ثلاث خصال زان محصن فيردم ورجل يقتل مسلما متعمدة ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أخرجه أبو باودة والنسائي والحاكم وصححه وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتل فهو بخير الناظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل فلولي الدم القصاص من القاتل بمثل ما فعل بالمقتل من غير زيادة ولا تمثيل لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الآية الثالثة والثلاثون سورة الإسراء فإن قتل بآله قتل بمثلها أو بغير آله فكذلك ولا يجب له أن يسرف في القتل بأن يمثل به وكما له ذلك فله أيضا العفو عن القاتل لقوله تعالى فمن عفيا له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان الآية الثمية والسبعون والمئة سورة البقرة والعفو أن يقبل في القتل العند البيه ويترك القصاص والإتباع بالمعروف المطالبة بالبيه بلا عنف وعلى القاتل أداء البيه إلى العافي بإحسان بلا مطل ولا بخس ويدل على تخيل أيضا قيله صلى الله عليه وسلم ثم أنتم مع شر خزاعة قد قتلتم نجا القتيل من المدين وأنا والله عاقله متحمل من ديته فمن قتل بعده قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الديه أخرجه أبو داود وتنبلي فإن اختص صاحب الحق في الأمر ظاهر وإن عفى وجرت الديه مئة من الإبل في الحر المسلم فمن كان القتل عنده تغلبت الديه من ثلاثة أوجه أولها أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة الثاني أنها تجب حالة بلا تأجيل الثالث أنها تتغلب بالسمن والتفليث فتجب ثلاثون حقا ثلاثون جذعة وأربعون خالفة والخالفة الحامل حشيه الحقة من الأبل ما لها ثلاث سنين والجادعة ما لها أربع سنين انتهى الثالث أنها تتغلب بالسمن والتفليث فتجب ثلاثون حقا وثلاثون جذعة وأربعون خالفة والخالفة الحامل واحتجر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدة دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الديه وهي ثلاثون حقا وثلاثون جذعة وأربعون خالفة وما صالحوا عليه فهو لهم روابط النبي وقال حديث حسن غريب اثنان الخطأ المحط تقدم الكلام على القتل العمد والكلام الآن على القتل الخطأ وفي تفسير الخطأ وجهان أحدهم أن يرمي إلى شيء سواء كان صيدا أو غيره فيصيب رجلا ثانيهم أن الخطأ هو ما لم يقصد فيه الفعل كمن ذيق فوقع على غيره فمات أو ارتعشت يديه بشيء فيه الهلك وحكم هذا الخطأ ودوب البيه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله سورة النساء الآية الثانية والتسعون فأوجب الله البيهة ولم يتعرض للقصاص وفي الخبر يمام عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن أن في بيهة النفس مئة من الإبل والبيهة في الخطأ تخفف إلى ثلاثة أوجه أحدها التخنيس فتجب عشرون بنت مخاب وعشرون بنت لبون وعشرون إبن لبون وعشرون حقه وعشرون جاذعة لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيهة الخطأ مئة من الإبل وفصل ابن مسعود على ما ذكر وقد رأى بعضهم أن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودنبور الصحابة على تخميسها الوجه فيه كينها على العاقلة والعاقلة عصبة القاتل وهم قرارهم من قبل الأبي الذين يعطونا دية من قتله خطأ والأسف في ذلك أن مرأتين من هذين اقتتلتا فأرمت إحباهما بحجر فقتلت الأخرى وإسقطت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وفي الجنين بغرة عد أو أمر وإنما خصصت العاقلة لأن الخطأ وشبه العمد مما يكثر وقوعه فحسنت إعانة القاتل لألا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه بخلاف العمد إذن عذر له فلا يليق به الرفق وأدلت الدية على العاقلة لأن لا يشق عليهم الأداء أبي 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 الثالث كان أم الدية على ثلاث سنوات قال الشفي رضي الله عنه ولم أعرم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وضربها عمر وعلي وابن عباس كذلك ولم ينكر عليهم فكان إجماعا لأنهم لا يقولون ذلك إلا توقفا ثلاثة عمد الخطأ قد مر ذكر العمد والخطأ ودقي شبه العمد وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا كما إذا ضربه بسوت أو عصى خفيفة أو رماه بحجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا يجب القصاص وتجب الدية مغلظة على عاقلته مؤدلة إلى ثلاث سنين فهي مغلبة من حيث السل والتفليث فتجب ثلاثون حق ثلاثون جذعة وأربعون خالفة ومخففة من حيث التأجيل إلى ثلاث سنين ودليله حديث المرأتين وقد مر فإن كان المضرب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا أو كان قويا غير أن الضارب ولا عليه الضرب حتى مات ودد القصاص شروط يذيب القصاص يشترك في يذيب القصاص أربعة شروط الأول أن يكون القاتل مكلفة فلا يذيب القصاص على صبي ولا مجنون لأن التكليف مرفوعا عنهما كمعمر ولا على المال فيما إذا انقلب على إنسان فقتله لما مر في الخبر ولا على البهينة لعدم التكليف ناعا لو زال عقله بمحرم كالسكران المتعدي وكذا إذا انتعدى بشرب دواء المزيل للعقل لتعديه كما نقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات ولأن ليلا موضب عليهم القصاص لأدى إلى تركه فإن من أراد قتل شخص لا يعرض عن تناول المسك ومزيل العقل حتى لا يقتص منه فيؤدي ذلك إلى سفك الدمان الشرط الثاني أن لا يكون المقتور أنقص من القاتل لصفة الكفر فلا يقتل مسلم بكثر رواه البخاري وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمن دون المعاهد والحربي وحكي أنه رفع لأبي يوسف مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقواد فأتاه رجل برقعة فيها هذه الأبيات حاشه القياد أو القتل انتهى يا قاتل المسلم بالكافر درت وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا وابكوا على دينكم واستدروا فالأجر للصابر ولا يكون أنقص من القاتل بصفة الرق فلا يقتل الحر بعبد قما أو مذبرا أو مكاتبا أو أم ولد لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد سورة البقرة الآية الثامنة والسبعون والمئة وعن علي كرم الله وجهه وقال من السنة أن لا يقتل حر بعبد ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه فأولى أن لا يقتل به الشرط الثالث أن لا يكون لقاتل أبا أو جد وإن على وإن نجر المقتول لقول أمر رضي الله عنه في قصة وقعت أن لا يكون القاتل أبا أو جدا وإن على قال أمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقابل أبا من ابنه لقتلتك وللما ديته فأتاه بها فدفعها إلى عرفته رضه بأيقي وقال إسناده صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ولأن الوالد سبب في ودوده فلا يكون سببا في إعدامه الشرط الرابع أن لا يكون المقتول زانيا محصنا فإن كان فلا قصص لأنه مهبور الدني سواء فدفت زناه بالبينة أو بالإقرار تقتل الجماعة بالواحد إذا استرك جماعة في قتل واحد قتل به شرط يكون فعل كل واحد لا ينفرد لا قتل بعمل قوله تعالى وما ان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي في القصاص الآية الثلاثون من سورة الإسراء ولأن عمر رضي الله عنه قتل سبعة أو خمسة من أهل صنعاء اليمن بواحد وقال لو توالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وقتل عليهم كرم الله ودنه ثلاثة بواحدة وقتل المغيرة سبعة بواحد وقال ابن عباس رضي الله عنه إذا قتل جماعة واحدة قتلوا به ولو كانوا مئة ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا وأيضا فالتشفي لا يحصل إلا بقتل الكل وكذا الزجر القصاص في الأطراف وكما تعتبر المماثلة في النفس تعتبر كذلك في الأطراف فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه لانتفاء المماثلة المرعية شرعة فلا تقطع يد مسلين بيد كافر ولا يد حر بيد عبد ولا تقطع اليد بالرجل ولا الأنف بالإذن ولا اليد اليمنى باليسرى وبالعكس وكذلك بقية الأعضاء فلا تأخذ العين اليمنى باليسرى وبالعكس ولا الشفة السفنى بالعوية وبالعكس ولا خنصر بإبهان ولا أمله بأخرى لانتفاء المماثلة ولاختلاف محلهما ومناجهما ولا تقطع اليد الصخيحة بالشلاء ولا العين البصيرة بالعنياء بخلاف الأذن الشلاء حيث تأخذ بالصخيحة لأن منفعتها باقوة وهي جمع الصوت ودفع الهوام القصاص في الجراحات وكما يجيه القصاص في الأطراف يجري في الجروح لقوله تعالى والجروح قصاص سورة النائدة الآية الخامسة والأربع ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة وتارة لا تحصل فإن حصل معها إبانة فتارة تكون الإبانة من نفس وتارة لا تكون فإن لم تكن من نفس فلا قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة كما لو قطع يده من نصف الكف فلا قصاص في الكف وله حكومة نصف الكف على الأصح ولو قطع من نصف الساعد وكذا لا قصاص في كسر العظم لعدم الوثوق بالمماثلة وله حكومة وإن كانت الإبانة من المفصل وجد القصاص فمن المفاصل الأنامل والكور والركبة ومفصل القدم والفخد والمنكب فإن أن كان القصاص بلا إجافة اقتص وإلا فلا حشي الجائفة هي التي تصل إلى الجاوف انتهى فلا سواء كان الجانب أجافة أم لا لأن الجوائف لا تنضبط ولهذا لا يجري فيه القصاص وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء إلا في الموضحة سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها كالساعد والأنامل وسميت بذلك لأنها أرضحت العظم وكشفتها وإنما وجد فيها القصاص بإمكان المماثلة بالمساحة فإن كان الشج في الرأس يحلق رأس الجانب ويقاس مثله ثم يوضح بنحو نوسى ولا يوضح بسيف وإن كان الجانب أوضح به لأنه لا تؤمن معه الزيادة وكذا لو أضحه بحجر أو عصر لأن الموضح بذلك لا ينضبط ولا عبرة بتفاوت الجنب في الغلض واللحم بين الجانب والمجنية عليه كما لا عبرة بالضخمة والنحافة في قصاص النفس والأطراف وكل جناية لا تنضبط ففيها حكومة أدية أدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف وهي على ضربين مغلبة ومخففة فالمغلبة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذع وأربعون خالفة في قتل المسلم الحر كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن والدعى ابن يوسف الإجماع على ذلك والمخففة من الإبل أشرون حقة وأشرون جذع وأشرون بنت لبون وأشرون ابن لبون وأشرون بنت مخاض لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال دية الخطأ أخماس ودنبر الصحابة على تخميسها وقد مر بيان ذلك وحيث واجبت الدين إلا على القاتل أو على العاقلة وله إبل وجبت كما تجد الزكاة من نوع النصاب فإن لم يكن للجان ولا للعاقلة إبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى فإذا غلت رفع قيمتها وإذا هامت نقص من قيمتها ولأن الإبل بدل مطلث فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله حاشية إعواز الأصل يقال أعوزاً المخلوب مثل أعجزاً ومعنى عوز الشيء أي عدن ودوده فهو عزة فلم يوجد المصباح الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة انتهت الحاشية هذا هو المذهب الجديد وأما القديم فتجب ألف دينار على أهل الذهب وإثمى عشر ألف درهم على أهل الورق لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن إن على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثمى عشر ألف درهم تغنيب بيتي الخطأ قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه كونها مخمسة وكونها على العاقبة وكينها مؤجلة وقد يطرأ ما يجب التغليد في ثلاثة مواضع الأول إذا قتل خطأ في الحرم المكي دون حرم المدينة الثاني إذا قتل في الأشهر الحرم بالقعدة والحجة والمحرم ورجب الثالث إذا قتل ذا رحم محرم دونما إذا قتل ذا رحم غير محرم والدليل على التغليد بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله عنهم غضبوا بها هذا في الإشارة إلى ذا الرحم المحرم والدعي الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق قال عمر رضي الله عنه من قتل في الحرم أو ذا رحم في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وقضى عثمان رضي الله عنه في امرأة واتئت بالأخبان في الطواف بديتها ستة آلاف درهم وألفين تغليبا لأجل الحرم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال دية وثلثنا عشر ألف درهم وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف ومن كذلك أحد من الصحابة فكان إجماعا وهذه الأمور لا تدرك بل اجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم دية المرأة ودية المرأة على النصف من دية الرجل لما روى عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل وعرى ذلك عن عمر وعفنان وعلي وعن العبابلة رضي الله عنهم ولن يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعا والعبابلة أربعة آباؤهم صحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير دية أهل الكتاب ودية اليهودي والنصراني ذنيا كان أو مستأملا أو معاهدة ثلث دية المسلم روى ذلك الرسول لي صلى الله عليه وسلم ورؤى أن عمر رضي الله عنه قضى في دية اليهودي بأربعة آلاف في المجلسي بثمانمائة درهم روى بيهقية بإسناد صحيح ولأنه أقل ما قيل والأصل براءة الذن فيما زاد وشرط فرض الدية المجلسية يكون له أمان ومثل هذه التقديرات لا تفعل إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن اليهودي والنصارى كان لهم كتاب ودين وتحل مناكحتهم ويطرون بالجزية وليس المجلسي من نبي الخمسة إلا التقرير بالجزية وعلم أن الوثنية وهو عابد الوثن كالمجلسي وهو عابد الشمس أو النار وكذا عبدت البقر والشجر فديتهم خمس دية اليهود والنصارى إكمال الدية قد علمت أن دية النفس مئة من الإبل على الجديد وألف دينار أو 12 ألف درهم على القديم إذا عرفت هذا فالدنات قد تكون على نفس وقد تكون على غير نفس وإذا كانت على غير نفس فقد تكون على طرف وقد تكون على غير طرف وإن كانت على غير طرف فقد يكون لها أرش مقدر وقد لا يكون فإن لم يكن لها أرش مقدر ففيه الحكومة وسيأتي الكلام عليها وإن كان لها أرش مقدر فتاره يكون الفائت بالجناعة منفعة العضو فقط كذهب البصل مثلا وقد تكون منفعة مع العضو وذلك مثل الودين ورجلين والأذنين ولكل من حكمه فإن كان الفائت في الجناعة العضوة أو منفعته فيجب إكمال دية النفس وهو مئة من الإبل وفي قطع اليدين دية كاملة وفي إحداث ما نصفوها لقوله صلى الله عليه وسلم وفي اليدين دية كما في حديث جابر وفي الكتابه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وفي اليد الخمسون من الإبل والمراضب اليد الكفان لقوله تعالى فقطعوا أي دية هما الآية الثامنة والثلاثون من سورة المائدة وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس الكف فبل على أنها اليد لغة وشرعة هذا إذا كانت اليد صحيحة فإن كانت شلاء ففيها الحكومة لأن في اليد منفعة وجمالة فالحكومة كفية مقابلة في الجمال وفي قطع الرجلين دية كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجلين الدية كما ورد في خبر ابن شعيب وفي الكتاب الولن وفي الرجل الواحدة نصف الدية ولا فرق بين رجل العرجاء والسليمة لأن العيب ليس في نفس العدو وإنما العرج في الفخد أو الساق أو تشنج الأعصاب وفي قطع الأنف دية كاملة إذا قطع المارنا لأن منفعته في تجميع روائح في القصبة وذلك يفوت بقطع المار وهو مالان منه وخلى من العظم لقوله صلى الله عليه وسلم وفي ما إذا استوعب جدعه البيته حشير أي لم يترك منه شيئا انتهى والمار من ثلاث طبقات الطرفين والوترة والحاجزة ولو قطع المارنا وبعض القصر القصبة نزمه دية وحكومة وفي قطع الأذنين دية كاملة إذا قطعهما من أصلهما وحدة ذلك قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما ولا مخالف لهما ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعه فأشبه اليدين ومنفعت الأذنين جمع الصوت مكأبيته إلى الصماخ ومحل السماء ولمنع الماء والهواء وصوان في ذلك السماء والأصم لأن السماء في المصاخ لا في الأذن عزيز المستنى ربما كان هذا تحريفا في الطباعة فالمشهور الصماخ وفي العينين دية كاملة لما ورد في كتاب عمر بن حزم ولأنهما من أعظم جوانح نفعه فكانت أولى بإيجاب الدية وسواء في ذلك الحادة والكبيرة والصحيحة والعليلة والغشياء والعمشاء والحولاء إذا كان النظر سليما وفي أحد اليدين نصف الدية لوروده ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحدهما كاليدين ورجلين وفي الجفون الأربعة دية كاملة لأنها من تمام الخلقة وفيها جمال ومذع فأشبهت اليدين وسواء في ذلك البصير والضريج وفي كل واحد ربع الدية لأنه قضية التوزيع حاشيح العين والغشياء التي عليها بياط والعمشاء التي ضعف بصرها مع سينان دمعيها انتهت الحاشية وفي اللسان دية كاملة لقوله عليه الصلاة والسلام وفي اللسان الدية وهو قول أبي بكر وعمر وعلي ولا مخالف لهم ولأن فيه جمالا ومنفعة وسواء في ذلك الأعجمي والألكن والعجل والثقيل والأرط والألفغ حاشيح العجل بكسر الدين الذي يسلع في الكلام والأرط الذي يدعم السين في التاء والألفغ هو الذي يمتق السين فاء انتهت الحاشية والثقيل والأرط والألفغ وغيره وفي الشفكين دية كاملة لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في كتاب عمر بن حزم ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبهت اليدين وفي إحداهما نصفها ولو جمع عليهما فشلتا وجبت البيه كشلل اليدين وفي جب الذكر وقطع الأنثوين البيه في كل منهما والأصل في وجوب البيه فيهما حديث عمر بن حزم ولأن الذكر فيه منفعة التناسل وهي من أعظم المنافع ويستوي في ذلك العنمين وغيره ولأن العنة عيب في غير الذكر أما يضوبها في الأنثوين الخصيتين ما ورد في البيضتين البيه ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل وفي إحداهما نصف البيه ولو قطعهما فذهب منيه لازمه ديتان انتهى الشريط السابع عشر من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقي على الشريط الثامن عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات نواصل القراءة في الدية فوات المنفعة بعد الكلام عن الفائت بالجناية على العضو بقي الكلام على فوات المنافع فإذا جنى شخص على لسان ناطق فأذهب كلامه وجب تدية لأنه سلبه أعظم منافعه فأشبه البصر وإن ذهب بعض الكلام وجب بقصته فلو عاد إليه الكلام استردت الدية استردت الدية وفي ذهاب البصر الدية لأن منفعة العينين البصر فذهابه كشلل اليدين وفي ذهاب السمع كمال الدية لأن عمر قضى بذلك ولم يخلفه أحد ولأنه من أشرف الحواس فأشبه البصر وفي ذهاب الشم الدية لأنه أحد الحواس فأشبه البصر وقيل فيه حكومة لضعف منفعته وفي ذهاب العقل الدية لأنه كذلك في كتاب عمر بن حزم ولأن عمرا وزيدا رضي الله عنهما قضيا بذلك ولم يخالفهما أحد ولأنه من أشرف الحواس فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس والمراد بالعقل الموجب للدية العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف وأما المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه حكومة الموضحة والسن وفي الموضحة والسن خمس من الإبل لأنه الوارد في حديث عمر بن حزم وإذا تعدد ذلك تعدد الأرش ففي كل واحدة من السن والموضحة خمس من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل سن خمس من الإبل العضو الذي لا منفعت فيه يجب في العضو الذي لا منفعت فيه حكومة وكذا في كسر الأظام وجميع الجنايات التي لا تقدير فيها لأن الشرع لم ينص عليها ولم تنتهي في شبهها إلى النصوص فوجب فيها حكومة والحكومة هي أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه عبد ويأخذ بنسبة النقص من الدية وهي الإبل مثاله يساوي المجني عليه مئة عند السلامة وبعد الجناية تسعين فتجب عشر ديته دية العبد والجنين إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان عبدا أو أمة لزمه قيمته بالغة ما بلغت لأنها مال فأشبه سائر الأموال وإذا جنا على أمة فأسقط جنينها وجب عليه عشر قيمة أمة لأنه جنين آدمية فيضمن بعشر ما تضمن به الأم وتعتبر القيمة وقت الضرب لأنه السبب في إسقاطها أما دية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية فغرة عبد أو أمة لثبوت ذلك في قضائه صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان بشرط بلوغها نصف عشر دية الأبي أو عشر دية الأم وهي قيمة خمس من الإبل لأن عمر رضي الله عنه قوم الغرة خمسين دينار وكذا علي وزيد ولا مخالف لهم مسائل لو صاح شخص على صبي غير مميز على طرف سطح أو على حرف نهر أو بئر فارتعد وسقط ومات منه وجبت الدية قطع ولا قصص فلو كان على وجه الأرض ومات من الصيحة فلا ضمان على الراجح لأن الموت بها في غاية البعد والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس والنائم والمرأة الضعيفة كالصبي الذي لا يميز وشهر السلاح والتهديد الشديد كالصياح في الحكم ولو صاح شخص على صغير فزال عقله واجب الضمان ولو أتبع شخص إنسانا بسيف أو نحوه فهرب وألقى بنفسه من الخوف في نهر أو من شاهق عال أو في بئر فهلك فلا ضمان لأن الهارب هو الذي باشر الهلاك بنفسه قصدا والمباشرة مقدمة على السبب فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل وجب الضمان ولو سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق وجبت فيه هدية شبه العمد على الصحيح كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك وكناسة البيت وقشر البطيخ والموز ونحوها إذا طرحت في موات أو في مكان معدل لذلك فهلك بها إنسان أو تلف بها مال فلا ضمان وإن طرحها في طريق وحصل بها تلف أو هلاك وجب الضمان بشرط أن يكون الذي يعتريه جاهلا أما لو مشى عليها قصدا فلا ضمان ولو رش الماء فزلق به إنسان أو بهيمة فلا ضمان وإن كان ذلك لمصلحة نفسه وجب الضمان ولو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به ولو بنى على باب داره مصطبة فتلف بها إنسان أو حيوان ضمان القسامة القسامة هي الأيمان في الدماء وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة على قتله ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين وتوجد قرينة تشعر بصدقه ويقال له اللوث حاشية هي العلامة وفي الاصطلاح الفقهي أمارة تغلب صدق المدعي الغاية القسوى الجزء الثاني الصفحة الخامسة عشرة بعد التسعمية انتهى فيحلف على ما يدعيه خمسين يمين فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة واللوث طرق منها أن يجدد قتيل في قبيلة أو حسن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن الكبيرة وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة فهذا لوث في حقهم ومنها أن يتفرق جماعة من قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء فهو لوث ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا فلوث ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاءوا متفرقين فلوث وكذا لو جاءوا دفعة على الراجح والأصل في القسامة معروى سهل بن أبي خيثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيل فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحد القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم فقالوا كيف نحلف ولن نشهد ولن نرى قال فتبريكم يهود بخمسين يمينا منهم فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه الشيخان وهذا الحديث مخصوص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليها زاد الدار قطني إلا في القسامة ووجه تقديم المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه جريا على القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قتل النفس المحرمة من يحرم قتله لحق الله تعالى تجب على قاتله الكفارة سواء كان القتل خطأ أو عمدا والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين سواء كان المقتول مسلما أو كافرا سواء كان ذميا أو معاهدا وسواء كان حرا أو عبدا وسواء كان عبدا أو عبدا غيره وسواء كان عاقلا أو مجنون وسواء كان صغيرا أو جنين وضابط ذلك أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاطع طريق وزان محصل ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم وإن كان قتلهم محرمة لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لألا يفوتهم الارتقاق بهم أما وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة الآية الثانية والتسعون سورة النساء أما العند فلما روى واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب اللمى قد أوجب يعني النار بالقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عنه وفي رواية فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد ولأنه قتل آدمي محقون الدم لحرمته فوجب فيه الكفارة كالخطأ وقاتل النفس أعم من كونه واحدا أو جماعة فلو اشترك جماعة في قتل واحد لازم كل واحد منهم كفارة لأنه حق متعلق بالقتل لا يتبعض فيجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصص ولأن فيها معنى لعبادة وهي لا توزع وقيل تجب كفارة واحدة لأنها مال يجب بالقتل وإذا كان القتل صبيا أو مجنونا أعتق الولي من مالهما كما تخرج الزكاة من مالهما ولا يصوم عنهما بحال بل الصوم عليهما بعد البلوغ والعقل الحدود الحدود جمع حد وهو لغة المنع سميت العقوبة بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش وشرع عقوبة معينة على ذنب وقد وجبت حقا لله كما في الزنا أو حقا للآدمي كما في القذ بخلاف التعزير فإنه عقوبة غير معينة بل باجتهاد الحاكم حد الزاني والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم ولا جلد معه وغير المحصن حده مئة جلدة وتغريب عام وضابط ما يجب الحد هو إيلاج الحشفة أو قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتها طبع لا شبهة فيه ولا فرق في إقامة الحد بين الرجل والمرأة لأن عمر رضي الله عنه خطب فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصن إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها رواه الشيخان وأبو داود والتلمذي والنسائي مختصرا ومطولا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد وإن كان الزان غير محصن فإن كان حرا فحده جلد مئة لقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة سورة النور الآية الثانية وتغريب عام لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة رواه مسلم واشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة القصر لأن المقصود به الإحاش عن أهله ووطنه فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل لأن الصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك وعمر إلى الشام وعثمان إلى مصر وعلي إلى البصرة ولا تغرب المرأة إلا بمحرم ولو لم يخرج إلا بالأجرة لزمت وتدفع من مالها فإذا زن البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد أما المسلم فبالإجماع وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا وقد التزموا أحكامنا فأشبه المسلم وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنايا وكانا محصنين وأما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه ولا حد على المكره رجلا كان أو امرأة بناء على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلف ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على من جهله كمن نشأ في بادية أو كان قريب عهد بإسلام ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز هل تدري ما الزنا ولو لم يكن الجهل مانعا من إقامة الحد لم يسأله صلى الله عليه وسلم ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم الإحصان الإحصان في اللغة المنع لقوله تعالى لتحصنكم من بأسكم سورة الأنبياء الآية الثمانون أي لتمنعكم وفي الشرع ورد على معاني كثيرة منها الإسلام لقوله تعالى فإذا أخصن فإن أتين بفاحشة حاشية أي فإذا أسلم انتهت ومنها الحرية لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب سورة النساء الآية الخامسة والعشرون المحصنات الحرائر ومنها العفة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات أي العفيفات حاشية الآية الرابعة سورة النور انتهت ومن معاني الإحصان كذلك التزويج لقوله تعالى والمحصنات من النساء سورة النساء الآية الرابعة والعشرون أي المتزوجات ومنها الوط لقوله تعالى محصنين غير مسافحين سورة النساء الآية الرابعة والعشرون وندل على أن المراد هنا هو الوط في مكاحا صحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الشيخان وأجمع على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوط في النكاح الصحيح وشروط الإحصان ثلاثة الأول التكليف فلا حد على صبي ومجنون ولكن يؤدبان بما يسجرهما كسائر المحرمات الثاني الحرية فليس الرقيق بمحصن وإن واطئ في مكاحا صحيح لأن الحرية صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس وإرضه بخلاف الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر ولهذا قالت هند رضي الله عنها عند البيعة أو تزني الحرة الثالث الوطء في مكاحا صحيح ويكفي فيه تغييب الحشفة وإن لم ينزل وخرج بالنكاح الصحيح الفاسد لأنه لا يحصل الإحسان بالوطء فيه لأنه حرام ولا حرمة له فلا يتحصل به صفة الكمال واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين فإذا زن البكر بمحصنه أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب العبد والأمة أما حد الرقيق فإذا زن جلد خمسين جلدة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الآية الخمسة العشرون سورة النساء ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة ويغرب العبد نصف سنة حكم اللواط وإتيان البهائن اللواط من الكبائر وموجب للحد وهو إتيان الذكر في دبره فمن أتى ذكرا في دبره وهو مكلف مختار عالم بالتحرين مسلم أو ذني أو مرتد فإنه يحد حد الزنا فيرجم إن كان محصن ويجلد ويغرب إن كان غير محصن لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله جل شأنه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سورة الأعراف الآية الثمانون وقال تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما سورة النساء الآية السادسة عشرة وقال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل وعمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل رواه أبو داود والتلمذي وابن ماجه وقال الحاكم صحيح الإسناد كيفية قتل اللوطي وفي كيفية قتل اللوطي خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى فارجموا الأعلى والأسفل ولأنه قتل وجب بالوط فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم نوط ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال وإن وطئ امرأة أجنبية في دبرها فأصح الأقوال أنه كاللواط بذكر فيجيء في الفاعل الخلاف المتقدم أما عقوبة المرأة فالجلد والتغريب على الأصح وإن وطئ زوجته في دبرها يعزر في غير المرة الأولى أما في الأولى فلا يعزر نص عليه الشافئي في المختصر وصرح به جماعة وعلى كل فإتيانها في دبرها حرام منهي عنه أما إتيان البهائن فحرام قطع لأنه فاحشة ويحد حد الزنا ويفرق فيه بين المحصن وغيره لأنه إيلاج في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة وقيل حده القتل محصنا أو غير محصن لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود والتلمذي وغيرهما وقال الحاكم صحيح الإسناد وقيل يجب التعزير فقط وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس على الذي يأتي البهيمة حد رواه النسائي وهذا لا يقوله إلا عن توقيف وإذا انتفى الحد ثبت التعزير لأنه أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة ولأنه فرج لا تميل إليه النفس السليمة فلا يشتهى طبعا والحد إنما شرع زاجرا لما يشتهى نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم الوطء دون الفرج إذا وطي أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد لما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أخصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت فقال عمر رضي الله عنه سترك الله تعالى لو سترت على نفسك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فتلى عليه أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات سورة هود الآية الرابعة عشر بعد المئة فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة فقال للناس كافة أخرجه مسلم وتنذي وكذلك الحكم في من وطئ رجلا أو صبيا فيما دون الفرج وعقوبة التعزير لا تزيد عن أدنى الحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله رواه الشيخان وفي رواه من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين حكم الاستمناء الاستمناء هو خروج المني بيده وهو حرام من الكبائر وملعون فاعله لقوله صلى الله عليه وسلم ملعون من نكح يده ولأنها مباشرة تفضي إلى الخبل في العقل وإضعاف البدن وقطع النسل وحكمه حكم مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج فيعزر على فعله تساحق النساء التساحق مباشرة المرأة للمرأة ويعزر فاعله من النساء لأنه فعل محرم وإثمه كإثم الزنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان القذف القذف في اللغة الرمي لقوله تعالى فقذفيه في اليم ارميه وشرع الرمي بالزنا على وجه التعزير وهو من الكبائر حاشية راجى حاشية القليوبي على شرح المحلى في اللزء الرابع صفحة الرابعة والثمانين والمئة والآية التاسعة والثلاثين من سورة طاها انتهت وهو من الكبائر ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة شرط القاذف يشترط في القاذف ثلاثة شروط الأول أن يكون بالغا فلا يحد الصبي والمجنون ولكن يعزران إذا كان لهما تمييز الثاني أن لا يكون القاذف أصلا كالأب والأم وإن على لأنه إذا لم يقتل بقتله فعدم حده أولى نعم يعزر لأن القاذف أذا الثالث أن يكون القاذف مختار فلا حد على مكره لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه شروط المقذوف ويشترط في المقذوف أن يكون محصنا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات سورة النور الآية الرابعة وشرط الإحصان الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الزناء فإذا قذف كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا يعني زانية فلا حد عليه لعموم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة نعم يعزر للإيذاء حد الحر والعبد إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو مستأمن أو مرتد ليس بوالد محصنا وجب عليه الحد للنص والإجماع ثم إن كان حر جلد ثمانين جلدة لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة جزء من الآية السابقة وهي الآية الرابعة من سورة النور وروا أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم عتلى القرآن وأمر بالرجلين والمرأة فضربوا وهم حسان ومصطح وحملة قال التحاوي ثمانين ثمانين ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حدا وإن كان القذف رقيقا جلد أربعين سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو مبعضا لأن أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا أربعين ولم يخالفهم أحد ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا فإن قيل الآية مطلقة فتشمل الحر والعبد فالجواب أن الآية في الأحرار بدليل قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا حاشيه جزء من الآية الرابعة من سورة النور انتهت والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف بما يسقط حد القذف فإذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق أولا إقامة البينة على المقذوف سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية أما غير الزوجة فلقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة جزء من الآية السابقة الآية الرابعة من سورة النور أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء البينة أو حد في ظهرك كرر ذلك مرارا ثانيا إقرار المقذوف فإذا أقر المقذوف سقط الحد عن القاذف لأن الإقرار سيد الأدلة انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في القذف بما يسقط حد القذف إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق أولا إقامة البينة على المقذوف سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية أما غير الزوجة فلقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة حاشية جزء من الآية الرابعة من سورة النور انتهت الحاشية أمرنا بالجلد عند عدم إقرامة البينة وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن السمحاء البينة أو حد في ظهرك كرغ ذلك مرارا ثانيا إقرار المقذوف فإذا أقر المقذوف سقط الحد عن القاذف لأن الإقرار سيد الأدلة ثالثة العفو لأن الحد حق المقذوف ولهذا لا يستوفى الحد إلا بإذنه ومطالبته فإذا عفى سقط القصاص شارب الخمر شرب الخمر من الكبائر ومزيلة للعقل وزوال العقل على الوجه المحظور حرام في جميع الملل لأن حفظ العقل من الخمس الكليات التي اتفق أهل الملل على حفظه وقد أمر الله باجتناب الخمر في كتابه العزيز وبين أنه رجس من عمل الشيطان في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأعنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتانبوه لعلكم تفلحون سورة المائدة الآية التسعون وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام رواه مسلم وفي البخاري لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف وفي روايه عن أبي مالك الأشجعي لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف ويخصف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القرادة والخنازير المعازف آلات الله قال الجوهري والقليل منها والكثير سواء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه النسائي وأبو داود وفي رواية للنسائي نهى عن قليل ما أسكر كثيره حد شارب الخمر فمن شرب المسكرة وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا فإن كان حر جلد أربعين جلده لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين وعمر ثمانين والكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم وفي مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلد شاربا بجريدتين أربعين فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين في الحر وفي العبد أربعين فعل لما روا مسلم أن عمر جعله ثمانين وقال علي لعمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذيا وإذا هذيا افترع وحد المفتري ثمانون فأخذ به عمر ولم ينكره أحد متى يجب الحد الحد عقوبة يجب إقامته على المحدود بأحد أمرين أولا إقراره بغير إكراه لأن الإقرار سيد الأدلة كأن يقول شربت الخمر وأنا عالم به مختار ثانيا أن يشهد عليه رجلان فصائد من أهل الشهادة ولا يحد بالقيء والرائحة لاحتمال كونه مكره أو غالط ولأن غير الخمر يشاركها في الرائحة والأصل البراءة من العقوبة والشارع يتشوف إلى درء الحدود بالشبهات لا يجوز التداوي بالخمر أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخمر داء وليست بدواء فعن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي فدل الحديث على أنه لا يجوز التداوي بالخمر لأنها داء فهي كالميتة لا يجوز تعاطيها إلا للضرورة كأن غص شخص بلقمة ولم يجد ما يسيغها إلا بالخمر وكمن أصابته أزمة قلبية ولم يجد يدفعها إلا الخمر وكمن أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفعه به إلا الخمر ففي هذه الحالات يجوز شربها لإزالة الضرر والضرورات تبيح المخذورات والضرورة تقدر بقدرها فلا يجعلها عادة حد السارق السارقة أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم سورة المائدة الآيات الثامنة والثلاثون وعن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارقة فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه حاشر الخميصة الرداء انتهى فقلت يا رسول الله أفي خميصة أنا أهبها له قال فهل لا كان قبل أن تأتيني به رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك والشافعي والحاكم وصححه شروط القطع للقطع شروط منها ما هو معتبر في السارق ومنها ما هو معتبر في المسروق أما السارق فاشترت أن يكون بالغا عاقلا مختارا سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره وأما المسروق فاشترت أن يكون النصابة وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب فلا قطع فيما دونه لما رأت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعد راه البخاري ومسلم واللط له وكذا تقطع فيما قيمته ربع دينار قاله الإمام ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ومما يستضرف في هذا قول الشاعر يد بخمس عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري حاشية العسجد الذهب انتهى ولو سرق آلة لهو لا يقطع بها لأنها محرمة يجب إتلافها ولأنها غير محترمة كالخمر وكل واحد مأمور بإفسادها ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها وكما يشترط في المسروق أن يكون النصابا يشترط أن يكون محرزا في حرز مثله فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص ويختلف الحرز باختلاف الأحوال ورجوع في ذلك إلى العرف لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وما لا ضابط له لغة وشرع يرجع فيه إلى العرف ولذا قال الماوردي فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى على حال وكل شيء بحسبه وعلم أنه لا قطع في القحط والمجاعة وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لا قطع في عام المجاعة ويشترط في المسروق أيضا أن يكون مملوكا لغير السارق فلا تقطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كياد المرتهن كياد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراد والوكيل والشريك ويشترط في المسروق أيضا أن لا يكون للسارق فيه شبهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إدراء الحدود بالشبهات فلا قطع بسرقة مال الأصل والفرع لأن مال كل معد لحاجة الآخر ولشبهة استحقاق كل في النفقة من مال الآخر ولا قطع في سرقة العبد من مال سيده لشبهة استحقاقه في مال سيده ولا قطع في سرقة المرأة من مال زوجها لشبهة استحقاقها للنفقة في ماله لأنها واجبة عليه بخلاف ما إذا سرق الزوج من مال زوجته فإنه يقطع إذ لا نفقة له عليها فلا شبهة حينئذ ما يتعتب على السارقة إذا ثبتت السارقة المجبة للقطع وجب شيئا الأول رد المال المسروق إن كان باقيا أو رد بدله إن كان تالفا لأنه لا حق له فيه الثاني وجوب القطع لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما حشية سبقت في هذا الباب وتقطع يمينه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وفعل القلفاء الأربعة بعده وتقطع اليد من نفصل الكوع لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به في قطع سارق رداء صفوان فإن عاد قطعت رجله اليسرى لأمره به صلى الله عليه وآله وسلم رواه الشافعي وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما وقياسا على قاطع الطريق قال تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حشية الآية الثالثة والثلاثون من سورة المائدة انتهت وتقطع الرجل من مفصل القدم وكذا فعله عمر رضي الله عنه وشرط قطعها بعد اندمال اليد لألا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك فإن عاد قطعت يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وفعله أبو بكر رضي الله عنه برجل مقطوع اليد والرجل فإن عاد بعد قطع الأربعة أعضاء أو الزر لأن القطع ثفت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر والسارقة معصيله فعزر بسببها وقيل يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق في الأربعة وقال في الخامسة اقتلوه رواه أبو داود والنسري القول الأول وهو الأصح وأجاب عن الحديث بأنه منكر وقال الزهري إن القتل منسوخ لأنه عليه الصلاة والسلام رفع إليه في الخامسة فلم يقتلها وقال الشافعي القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يوجب تكرارها القتل حد قطاع الطرق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور في الطريق خوفا منهم ونص القرآن الكريم على عقوبتهم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض سورة المائدة الآية الثالثة والثلاثون وقطاع الطرق على أربعة أوجه الأول إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا الثاني وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وصلبوا الثالث وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الرابع وإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزوا بالحبس وغيره كالنفي ولا يشترط في قطاع الطرق الذكورة ولا العدد ولا كونهم في غير العمران بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطئ طريق ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه فلانت الله على الظالمين الذين يتربصون وصدون عن سبيل الله ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق فين ضف ربيه الحاكم قبل التوبة قام عليه ما يستوجبه من العقوبة المذكورة فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقطل عنه العقوبات لمفهوم قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الآية الرابعة والثلاثون سورة المائدة فإن كان قد قتل سقط عنه تحتم القتل ولكن لولي الدم أن يغتص أو يعفو وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه الصلب وتحتم القتل وبقي القصاص وضمان المال وإن كان قد أخذ المال سقط قطر الرجل واليد لأنها حقوق الله وبقيت حقوق الآدمين في القصاص والمال فإنها لا تسقط وإن كان على قاطعة طريق حدود أخرى كالزنا وشرب الخمر فإنها لا تسقط لإطلاق الأدلة أحكام الصيال الصيال لغة الاستطالة والوثوب على الغير وشرعه الوثوب على الغير بغير حق والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حاشية الآية الرابعة والتسعون والمئة سورة البقرة انتهت وقوله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما والصائل ظالم ونصره منعه من الظلم فمن صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمصول عنه دفع عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره فإن قدر على ملجأ وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن الآية الرابعة والثلاثون من سورة فصلت والسادسة والتسعون من سورة المؤمنون وهذا هو الصحيح وقيل له الثبات ومقاتلة الصائل بشوتي أن يأتي بالأخف فالأخف فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياحة أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرب فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه فإن أمكن باليد لم يضربه بالسوت وإن أمكن بالسوت لم يجز الضرب بالعصى وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوها وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسها أي لم يقتلها فإن لم يندفع إلا بهذا قتله ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية الحديثة الأربعون والثانية الأربعون من سورة الشورى ولأن الصائل ظالم والظالم معتد والمعتد مباح القتال ومباح القتال لا يجب ضمانه حكم الدفع عن النفس اختلفوا في وجوب الدفع عن النفس إذا كان الصائل مسلما مكلفا فقيل بوجوبه بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية الخامسة والتسعون والمئة سورة البقرة كما يجب على المضطر إحياء نفسه بالآكل والراجح أنه لا يجب لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما عصف ما يكون من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه إنه لو أدركني ذلك الزمان فقال صلى الله عليه وآله وسلم ادخل بيتك وأخمل ذكرك فقال يا رسول الله أرأيت لو دخل بيتي فقال إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي بعض الألفاظ وكن خير بني آدم أي المقتول لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين الآية الثامنة العشرون سورة المائدة وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده عنه وكان أربعمئة قال من ألقى سلاحه فهو حر وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فأكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم حاشية القسي جمع قوس والأوتار جمع وتر يربط بها طرف القوس ليشد وهي آلة من آلات الحرب انتهت الحاشية واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير بني آدم رواه ابن ماجة وأبو داود والتلمذي وقال حسن وصححه ابن حبان وقال الشيخ تخيل الدين ابن دقيق الايد في الاقتراح هو على شرط البخاري وإنما فارق المضطر حيث أوجبنا عليه الأكل لإحياء نفسه لأن القتل شهادة بخلاف ترك الأكل فإنه انتحار وهو حرام وإن قصده صائل في ماله وإن قل فله دفعه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الشيخان وجه الدلالة إنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتال والقتل وعلى أنه مأمور بذلك وأنه لا ضمان عليه لو قتل الصائل وله ترك الدفع عن ماله لأنه يجوز له إباحة ماله نعم إن كان المال حيوانا وقصد إطلافه وجب الدفع لحرمة الروح وإن قصده في حريمه كزوجته وأمته وولده بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة وأجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غيره ولما روي أن امرأة خرجت تحت طب فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته حشية الفهر الحجر انتهى فرفع ذلك لعمر رضي الله عنه فقال قتيل الله لا يودى هذا أبدا حشية لا يودى أي تجعل له دية لتعديه انتهى ولم يخالف في ذلك أحد فكان إجماعا وهل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه قولان أصحهما أنه كالدفع عن النفس هذا إذا كان الصائل مسلما أما إذا كان كافرا وجب الدفع وكذا إذا كان الصائل بهيمه بشرط أن لا يغلب على ظنه هلاك نفسه ضمان ما تتلفه الداب إذا كان مع الشخص داب ضمن ما تتلفه من نفس أو مال سواء أتلفته ليلا أو نهارا سواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها هو أو غيره لأنها تحت يده وعليه تعهدها وسواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا لشمول اليد ولو نخس الدابة والدواب المرسلة إذا أتلفت زرعا أو غيره فإن كان ذلك نهارا فلا ضمان على صاحبها وإن كان ليلا ضمن لجريان العادة بحفظ الزرع والبساتين نهارا ولابد من إرسال الدواب للمرعى والعادة أن الدواب لا تترك ليلا فصاحبها مقصر في الحفظ فيضمن وجميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير فإن وجد بأن عرضه للدابة أو وضعه في طريق فلا ضمان ولو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب أو جماحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فإن دخل بدون إذنه أو علمه بالحال فلا ضمان أو علمه بالحال فلا ضمان لأن المتسبب في ذلك هو وأعلم أن ضمان النفس على العاقلة أحكام البغاة البغاة فرقة من المسلمين خالفون للإمام العادل وقيل العادل ليس بشرط فتجب طاعة الإمام ولو جائرة فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف ما يخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وسموا بغاة لبغيهم وظلمهم ومجاوزتهم الحد وعدوا لهم عن الحق والأصل فيهم قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله سورة الحجرات الآية التاسعة شروط قتالهم يقاتلهم الإمام وجوبا لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي إذا توفر فيهم ثلاثة شروط الأول أن يكونوا في منعه بأن يكون لهم شوكة وقوة يمكن معهما مقاومة الإمام ولهم قائد مطاع فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام إما بترك القياد له أو بمنع حق توجه عليهم سواء كان الحق مالية كالزكاة أو غيره كحد وقصاص الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ بحيث تكون لهم شبهة يعتقدون بها جواز الخروج عن طاعة الإمام بأن يتمسكوا بشيء من الكتاب أو السنة ليأخذوا بظاهره ويستندوا إليه كتأويل مانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه حيث قالوا أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الآية الثالثة بعد المئة سورة التوبة وصلاته غيره ليست سكنا لنا فلا يجب دفع الزكاة إليه وكتأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله وإن كان الحق معه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإيحى عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فقد دعى عمار ابن يانسر رضي الله عنه أهل صفين إلى طاعة الإمام علي التي هي سبب الجنة وهم دعوه إلى عصيانه الذي هو سبب النار وقتلوه فعلم من ذلك أنهم الفئة الباغية وأن الحق مع علي ولما لم يقدر سيدنا معاوية رضي الله عنه على إنكار هذا الحديث لكونه من أنفس الأحاديث وأصحها ومن أمارات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما قتله من أخرجه فقال علي إذن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قتل حمزة لأنه أخرجه وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه وحجه لا اعتراض عليها لكن مع ذلك لا جز الطعن في معاوية كغيره من سائر الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كلهم عدول ولذا قال صاحب الجوهرة وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد انتهى الشريط الثامن عشر من كتاب الفقه الميسر تأليف أحمد أيسى عاشور وللكتاب بقية على الشريط التاسع عشر الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو شريط التاسع عشر من كتاب الفقه الميسر كيف نقاتل البغاة وكيفية قتال البغاة هي الكيفية التي يدفع بها الصائل كما مر لأن المقصودة أردهم إلى طاعة الإيمان وأدفع شرهم للقتل فإذا أمكن الأسر فلا قتل وإذا أمكن الإثخان أي الجرح فلا تذفيف الإجهاز عليه فإذا التح من القتال خرج الأمر عن الضبط فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة فلا يقتل وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقتل الأسير ويذفف على الجريح وحجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي قال الله ورسوله أعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ودخل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما على مروان فقال ما رأيت أكرم من أبيك ما أن ولينا ظهرنا يوم الجمل حتى نادى مناديه ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولأن المقصود كف شرهم لا قتلهم وتمسك الشافعي في ذلك بقوله تعالى فقاتل التي ترغي حتى لا تفيئ إلى أمر الله حاشيه سبقت في الصفحة السابقة انتهى وفسر الفيء بترك القتال وبالعود إلى الطاعة وقال أيضا أمر الله بقتالهم لا بقتلهم وكما لا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يغنم مالهم لأنهم مسلمون ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يضعث إليهم رسولا أمينا فاطنا يسألهم عن السبب في امتناعهم عن الطاعة فينصحهم ويزيل شبهتهم كما بعث علي بن عباس رضي الله عنهم إلى أهل النهوان فرجع بعضهم وأبى بعضهم حكم الردة الردة في اللغة الرجوع عن شيء إلى غيره ومنه قوله تعالى ولا ترتد على أدباركم سورة المائدة الآية الحادية والعشرون وفي الشرح الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام والردة أنواع فتارة تكون بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فالمذكر من كل نوع منها طائفة يعرف بها عن غيرها أما القول فكما إذا قال الشخص عن عدوه لو كان ربي ما عبدته فإنه يكفر وكذا لو قال لو كان نبيا ما آممت به أو قال عن ولده أو زوجته هو أو هي أحب إلي من الله أو من رسوله وكذا لو قال مريض بعد أن شفي لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا المرض فإنه يكفر لأن هذه الأقوال تستوجب نسبة التوري إلى الله تعالى وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدعي النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كافر بالإجماع ولو سب نبيا من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع ومن صور استهزاء ما يصدر من الظلمة عند ضربهم لمظلوم فيستهيف المضروب بسيد الأولين والآخرين فيقال خلي رسول الله يخلصك فإنه يكفر ولو قال شخص أنا نبي وصدقه آخر كفر معه ولو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر ولو سأله كافر كفر ولو أشار على مسلم أن يكفر كفر ولو قال لكفار يريد الإسلام اذهب فاغتسل أولا كفر لأنه رضي بكفره مدة الغسل والرضى بالكفر كفر ولو قيل له قلم أضافرك أو قص شاربك فإنه سنة فقال لا أفعل وإن كان سنة يقصد بذلك الاستهزاء كفر ولو ابتلي في ولده وماله ونحو ذلك فقال معطرضا أخذ مالي وولدي وكذا وكذا كفر ولو ضرب ولده فقال له شخص ألست بمسلم فقال متعمدا لا كفر ومن هذا القبيل سب الدين والملة والشراء والمذهب أما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والذبح للأصنام والاستهزاء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره ونهيه ووعده ووعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف أو آلة من آلات الله لقوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمامكم سورة التوبة الآية الخامسة والستون والسادسة والستون وشد الزنار على وسطه كما يفعله رهبان النصارى وعض قلنسوة المجوس على رأسه والمشي إلى الكنائس بزيه من الزنامير وغيرها وأما الكفر بالاعتقاد كمن اعتقد عدم وجود الله أو نفى ما هو ثابت لله تعالى أو أثبت ما هو منفي عنه كالألوان والاتصال والانفصال فهو كافر أو استحل ما هو حرام بالإجمع أو حرم حلالا بالإجمع أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر وجزم النعوي بتكفير مجسمة كذا يقار في المعطلة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حاشية الآية الحادية عشرة سورة الشورى في هذا القول رد على الفرقتين وعلم أن الرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال جزاء المرتد من ثبتت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكم قال تعالى وَمَنْ يَرْتَلِبِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَدْطَتْ فَأُولَئِكَ حَدْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الآية السابعة عشر بعد المئتين من سورة البقرة وهذا المرتد يجب استتابته فإن تاب وإلا قتل لما روى عائشة رضي الله عنه أن امرأة ارتدت يوم أخذ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ولأن الأغلب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة معلم أن ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا يسلب اسم الإيمان لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية السادسة عشر بعد المئة سورة النساء فما دون الشرك صادق بالكبائر والصغائر من الذنوب والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلت في النار لقوله تعالى في الحديث القدسي اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كيف يستتاب المرتد ينهل المرتد ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل لأنه قدم رجل على عمر رضي الله عنه من الشام فقال له هل من معرفة خبر قال نعم قال رجل كفر بعد إسلامه فقتلناه فقال عمر هل لا حبستموه في بيت ثلاثة اللهم لم أحضر ولم أعمرهم ولم أرضى ولم أرضى إذ بلغني اللهم إني أبرع إليك من ذنه والصحيح أنه لا يؤخر بل يستثاب في الحال لحديث عائشة المتقدم أن امرأتان ارتدت يوم أحد الحديث ولأنه حد فلا يؤخر كسائر الحدود فإن تاب قبل التوبته لقوله تعالى قل للذين كفروا إن أنته يغفر لهم ما قد سلف الآية الثامنة وخلاثون سورة الأنفال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وغير ذلك من الآيات والأحاديث وإن لم يتب قتل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل ذن ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث وإذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه كافر لا حرمة له ولقوله تعالى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ مَاتَ أَبَادًا الآية الرابعة الثمانون سورة التوبة إحباط عمله والردة محبطة للعمل لقوله تعالى وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ سورة النائدة الآية الخامسة وَقِيلَ يَحْبَطْ عَمَلُهُ إِنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ تَعَانَى وَمَنْ يَرْتَدِرِ مِنْكُمْ عَنْ دِيلِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَدِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدنيا والآخرة حاشيه سبقت انتهى فإن أسلم قبل موته فهي محبطة لثوابه فقط فيعود له العمل مجردا عن الثواب ويترتب على ذلك أنه لا يجب عليه قضاؤه ولا يطالب به في الآخرة ومن أكره على كلمة الكفر فلا يكفر لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن من بالإيمان سورة النحل الآية السادسة بعد المئة حكم تارك الصلاة إذا امتنع شخص من فعل الصلاة المكتوبة وهو مكلف بها إن كان منكرا لوجوبها وهو غير معذور كفر لأنه جحد أصلا مقطوعا بوجوبه ولا عذر له فيه لأن جحده تكذيب لله ورسوله ومن كذبهما فقد كفر ويقتل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فقتلوه رواه البخاري وحكمه حكم المرتد فيما تقدم أما إذا تركه وهو معذور لقرب عهده بالإسلام أو لأنه نشأ في باديل فإنه لا يكفر ويعلم أحكامها فإن أنكر بعد التعليم كفر وأقيم عليه الحد وإن تركها وهو يعتقد وذوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى خرج وقت الصلاة قيل إنه يكفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هوه مسلم وأخذ بظاهر الحديث خلائق كثيرة منهم علي رضي الله عنه وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو روايه عن الإمام أحمد والصحيح أنه لا يكفر وهو رأي الجمهور لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية الثامنة والأربعون سورة النساء وما دون شرك يشمال ترك الصلاة فلو كان تركها كفرا لما دخل تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحي دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إمام وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير حق وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل روح الشيخان فكل من شهد هذه الشهادة فهو من أهل الجنة ولو كان تاركا للصلاة ولأن الكفر بالاعتقاد واعتقاد تارك الصلاة صحيح الحديث الذي استدل به القائلون محمول على جاحد الوجوب فتارك الصلاة يستتاب لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد فإن تاب وتوبته أن يصلي وإلا قتل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أخرجه الشيخان فإذا مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين الجهاد الجهاد لغة مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وهو المشقة لما فيه من ارتكابها أو بضم الجيم الجهد بمعنى الطاقة لأن المجاهدة بذل طاقته في دفع العدو وشرع كتال الكفار للمسرة الإسلام والدفاع عن الوطن ويطلق على جهاد النفس والشيطان والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية السادسة عشر بعد المائتين من سورة البقرة وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة الآية السادسة والخلاثون من سورة التوبة وقوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم الآية الحادية وتسعون والمئة سورة البقرة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخرجه الشيخان فضل الجهاد قال تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى الآية الخمسة والتسعون سورة النساء فذكر سبحانه فضل المجاهدين على القائدين ووعد كلا الحسنى وهي الجنة حكم الجهاد قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية الثانية والشرون والمئة سورة التوبة أي مكث الطائفة فحثهم على أن تنفر طائفة أن تنفر طائفة وتمكث طائفة فلدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاة لا فرض عين ولأن الجهاد لو كان فرض عين ما تعطلت مصالح العباد وخاربت البلاد نعم قد يعرض ما يوجب الفرض العين كأن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين على أهل تلك البلاد فيلزمهم دفع الكفار لما يمكن الدفع به ولو أسروا منا رجلا أو امرأة وإن لم يدخلوا دارنا وجب علينا السعي في خلاصه إن رجي خلاصه كما يجب علينا دفعهم إن دخلوا ديارنا لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار أقل ما يجب في الجهاد أقل ما يجب في الجهاد كل سنة مرة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك الجهاد منذ أمر به في كل سنة حاشية فقفت بالاستقراء أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الجهاد في كل سنة بعدما تحقق للإسلام دار قوية في المدينة المنورة كان أول غزوة اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة والدان حيث خرج من المدينة في شهر صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه إلى المدينة ثم غز الرسول بدرا في السنة الثانية من الهجرة وأخدا في الثالثة وذات الرقاء في الرابعة وغزوة الخندق في الخامسة وغزوة الحديبية في السادسة وفتح خيبر في السابعة وفتح مكة في الثامنة وغزوة تبوك في التاسعة مع خلاف في تاريخ بعضها وذكر ابن سعد أن الغزوات التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبع وعشرون غزوة وقال الحافظ ابن حجر مجموع الغزوات والسرايا مئة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانظر فتح البار في الجزء الثابع صفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين وفي الجزء الثامن صفحة الثالثة والخمسين بعد المائة وانظر طبقات ابن سعد في الجزء الثالث صفحة الخامسة والصفحة التاسعة والثمانين والمائة وتلخيص الحبيج في الجزء الرابع صفحة التاسعة والثمانين وانظر الغاية القصوى في الجزء الثالث صفحة الثالثة والأربعين بعد التسعمائة مع هوامشها انتهت الحاشية والاقتداء به واجب ولأنه سبحانه وتعالى قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين الآية السالسة والعشرون والمائة سورة التوبة قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجد لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة شروط وجوبه يشترط في وجوب الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال فمن يتمعت فيه يوضع الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق أما الكافر فلا جهاد عليها لأن الله خاطب المؤمنين دون الكافرين فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آلونكم من الكفار سورة التوبة الآية الثالثة والعشرون والمئة وأيضا فإن الكافر يدفع الجزية لنذب عنه لا ليذب عننا وأما الصبي فلقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج سورة التوبة الآية الحادية والتسعون والصدوان من الضعفاء لضعف أبدانهم ولأنهم عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر رضي الله عنه يوم بدر واستصغرهم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال عردت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فرداني ولم يجزني في القتال وعردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني وأما المجمين فلأنه ليس بمكلف وأما الحرية فلا جهاد على رقيق لقوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سورة التوبة الآية الحادية والأربعون والرقيق لا مال له فدخل في قوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وعن جبر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه سأل أحر هو أمن لوك فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد وإن قال عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد وكان عليه الصلاة والسلام لا يسهم للعبد من الغنائم ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له وأما الذكورة فاحتراز عن الأنفة فلا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال الآية الخمسة والستون سورة الأنفال ولا يدخل في المؤمنين النساء عند الشفاء إلا بدليل وسئلت عائشة رضي الله عنها عن جهاد النساء فقالت جهادهن الحد ولأن المرأة ضعيفة ومثلها الخمسة فلا يجب عليه الجهاد وأما لاستطاعه فاحتراز عن من لا يستطيع كالأعمى والمريض والأعرج لأنهم لا يقدرون على الجهاد ولهذا قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية سورة النور الآية الحادية والستون نعم إذا كان العدو بباب بلده فلا يشترط وجود النفقة وهذا كله إذا لم يطئ الكفار بلد المسلمين فإن وطئوها وغشوا المسلمين وعالما كل إن أخذه الكفار قتلوه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن واستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض لأنه قتال دفاع عن الدين ووطن المسلمين لا قتال غزو فيلزم كل مطيق حكم من أسر من الكفار أسر الكفار على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان وضرب لا يرقب بنفس السبي وهم الرجال البالغون أما الضرب الأول فيحرم قتله وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلهم فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مر في باب غزواته فوجد امرأة مقتولة فأنكر صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان رواه الشيخان فإذا سبي صبي أو امرأة ضرب عليهم الرق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما كان يقسم المال والمجنون كالصبي والرق في النساء إذا كنا كتابيات فإن كانت المسبية مما لا كتاب لها كالدهرية وعبدة الأوثان فإن امتمعت عن الإسلام قتلت عند الشافي وأما الضرب الثاني من الأسرى وهم الرجال البالغون فالإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة ودنيل جواز القتل إذا رأاه مصلحة قوله تعالى فاقتل المشركين الآية الخامسة سورة التوبة وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر على أبي العاص ومن على أبي عزة الجمحي وأسر المسلمون ثمامة بن أثال وأربطوه بسارية في المسجد فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنيل الفدية قوله تعالى فإنا منا بعد وإنا فداء الآية الرابعة سورة محمد وفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بدر بالأموال ولو كان المأسو عبدا فلا يجزي فيه التخير المذكور بل يتعين استرقاقه ومن أسلم قبل الأسر والظفر به عصم دمه وماله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم روه الشيخان ويعصم أيضا أولاده الصغار من السبي ويحكم بإسلامهم تابعا له ويعصم إسلام الجد أولاد به الصغار على الصحيح والمجنونه كالصغار وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر به عصمت نفسها وأولادها الصغار ومالها أما الأولاد الكبار فلا يعصمهم إسلام الأبي لاستقلالهم بالإسلام إسلام الصبي يحكم بالصبي بإسلامه عند وجود ثلاثة أسباب الأول أن يسلم أحد أبويه وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرديتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرديتهم سورة الطور الآية الحادية والعشرون ولأنه إذا تبع السابي في إسلامه فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية الثاني أن يسبى منفردا عن أبويه وكان السابي مسلمة فيحكم بإسلامه تبعا للسابي وهذا بالإجمار ولأن الصبي لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابي لأنه كالأبي في الحضانة انتهى الوجه الأول فضلا اركل بالشريط ترجمة نانسي قنقر 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 في الصف فقتله او جاء من ورائه وهو يقاتل فقتله لان ابا قتالة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستذرت حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربه فاقبل علي فضمني ضمه وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني الى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا له عليه بينا فله سلبه فقمت فقصصت القصة فقال رجل صدق يا رسول الله قال فاعطه فاعطانيه وفي معنى القتل ازالة شره بان اثخنه بجراح او ازال انتاعه بعنى او قطع يديه ورجليه وكذلك لو اسره استحق سلبه في الاظهر بانه كفى المسلمين شره ولو اشترك جماعة في قتل كافر اشتركوا في سلبه قسم الغنيمة الغنيمة لغة مأخوذة من الغن وهو الربح وشرعه الماء الحاصل للمسلمين من كفار اهل الحرب بقتال واجاف خول او ابل اي اعمالها او اسرعها ومثلها البغال والحمير والسفن وغيرها من عدد الحرب وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فانه فيء لا غنيمة يأخذه بيت المال والاصل في الغنمة قوله تعالى واعلموا انما غنيمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول سورة الامثال الاية الحادية والارضام وتقسم الغنمة بعد خروج سهم الخمس على الغنمين فيعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم لانه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر روه بنغاجة وفي رواية لابي دايوب سهم للراجل وللفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له وفي لفظ البخاري جعل للفرس سهمان ولصاحبه سهم وهذه الثلاثة هي فرض الفارس سواء كان معه فرس واحد او افرس لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطي الزبيع الا لفرس واحد وكان معه يوم خيبر افرس من يستحق هذه الاسهم يشترط في من يستحق الاسهم شروط خمسة الشرط الاول الاسلام فلا سهم لكافر فاذا حضر القتال مع المسلمين باذن الامام وردخ له لانه عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني قيمقاه فرضخ لهم ولم يسهم فان حضر بغير اذنه لم يرضخ له والردخ شيء دون سهم الراجل ويجتهد فيه الامام فيزيد المقاتل على غيره والاكثر قتالا على الاقل قتالا والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحة على التي تحفظ نتاع الرجال فتفاوت فيه قدر نفع المرضخ له الشرط الثاني البلوغ فلا سهم لصبي وان اذن له الامام ولكن يرضخ له لانه حصل به نفع وتكثير سواد للمسلمين والرض الشافعي رضي الله عنه دائما على انه صلى الله عليه وآله وسلم ارضخ له ولا يسهم للصبي لانه ليس من اهل فرض الجهاد الشرط الثالث الحرية فلا سهم للعبد لانه ليس من اهل فرض الجهاد ولكن يرضخ له لان فيه نفعا وتكثيرا لسواد المسلمين ولانه صلى الله عليه وآله وسلم ارضخ لعمي مولى ابي اللخم يوم خيبر رواه التربذي وقال حسن صحيح الشرط الرابع العقل فلا سهم للمجنون لانه ليس من اهل فرض الجهاد ولكن يرضخ لها سواء كان لها زوج ام لا لان كتاب ابن عباس رضي الله عنهم الى نجدة قد كنا يحضرنا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يرضخ لهم اخرجه مسلم ويقسم الخمس الباقي بعد الاخماس الاربع على خمسة اسهم سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته لقوله تعالى فان لله خمسه وللرسول حشية سبقت انتهى وان لما صدر بذكر الله تبركا او ليعلم انه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصا يسقط بموته ولكنه ليصرف بعده لصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم والخمس مرضد فيكم ولا يمكن رده الى جميع المسلمين الا بجعله في المصالح واهمها سد الثرور واصلاحها لان فيها حفظ المسلمين ثم الاهم فالاهم السهم الثالي لجول قربة وهم اقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بانه هاشم وبانه مطلب دون غيرهم لما روا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا اعطيت بانه هاشم وبانه المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك فقال انما بانه هاشم وبانه المطلب شيء واحد فقال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا رواه البخاري ودبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف ويقسم هذا الخلص على دور قربة للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث السهم الثالث لليتان الفقراء لأن ذلك شرع إرفاقا بهم دون الأغنياء لأن غنى اليتيم بالمال أقوى من غناه بالأبي ومع الأبي لا يعطى فكذا مع المال بل أولى السهم الرابع للمساكين للآية الكريمة ويندرب فيهم الفقراء السهم الخالص لابن السبيل للآية الكريمة ويصرف إليهم على قدر حاجاتهم كالزكاة فلا بد فيهم من الحاجة عند الدفع إليهم مال الفيء الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع وشرع كل ما أخذ منها الكفار من غير القتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين وكالجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذنة وغيرهم وكمال المرتد إذا قتل أو مات ويخمص مال الفيء فيصرف خمصه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مع خمص الخمص من الغنيمة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو وأما بعده صلى الله عليه وآله وسلم فتصرف للمرتزق من الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديمان بعد أن تجتمع فيهم شروط وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة لأن بهم يحصر إرهاب العدو ودفع شرهم فيفرق عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم سواء زاد نصيب أحدهم على الآخر أم لا فلا تجب التسوية بينهم بل كل يأخذ على قدر حاجته وكفايته ثم الفادر بعد ذلك يصرف على مصالح المسلمين من إصلاح الحصوم والفغور وشراء الأسلحة ونحو ذلك أحكم الجزية الجزية لغة اسم لخراج مدعوين على أهل الذمة سميت بذلك لأنها جزت عن القتل أي كفت عن قتلهم فهي في مقابلة كف ما عنهم وشرعا ما يلتزمه كافرا بعقد مخصوص والأصد فيها قبل الإجماع قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذنون ما حظم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا البيزية عن يدهم وهم صاغرون الآية التاسعة والعشرون سورة التوبة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب روه البخاري وأخذها من أهل نجرما روه أبو داود وأخذها من أهل آيلة والمعنى في أخذها المعونة لنا والإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الإسلام وعلم أن عقد الذنه لا يصح إلا من الإيمان أو نائده لأنه من المصالح العبان فاختص بمن له النظر العام شروط وجوبها واشترط في وجوب الجزية خمسة شروط الأول البلوغ فلا تعقد الجزية لصبي الثاني العقل فلا تعقد لمجنون لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حال مكلف ديناعة فدل نفهوله على من يأخذها من الصبي ومن طريق الأولى المجنون لأن الصبي والمجنون محقون الدني الثالث الحرية فلا تخذ من عبد لقول عمر رضي الله عنه لا جزية على مملك وعزاه المعوردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مال والمال لا جزية عليه والمدبر والمبعض والمكاتب كالرقيق الرابع الذكورة فلا تأخذ من امرأة لقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله الآية فلا تدخل المرأة في ذلك لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولأن المرأة محقونة الدني ومال من الأموال ولا جزية على مال الخامس أن يكون من أهل الكتاب أو من من له شبه كتاب كالمديوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب أما من لا كتاب له ولا شبه كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناه والمرتد فلا تعقد له جزية لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا بقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن يتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم سورة التوبة الآية الخامسة مقدار الجزية وأقل الجزية دينار في كل حول على الفقير الكسوب وعلى المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير اقتداءا بعمر رضي الله عنه إن أبعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة أمره أن يجعل على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى عشر درهما والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد وقد استذل على أقل الجزية بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر معاذن أن يأخذ من كل حال من دينار أو إدله من المغافر وهي ثياب تكون باليمن رواه أبو دارودها والترمذي وقال حسنا صحيح وقال الحاكم صحيحا على شرط الشيخين ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد الدنامير ضيافة ما يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضرب على نصارى آياله ثلاثمائة دينار في كل سنة وكانوا ثلاثة وأن لا يغشه مسلم وضرب الله وردي الله عنه الجزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة ثلاثة أيام ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء وتضرب الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير لأنها تتكرر فيه عجز عنها ولا تزاد على ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الضيافة ثلاث وما زاد عليها صدقة ما يستلزمه عقد الجزية إذا صح عقد الجزية استلزم نفاده أشياء الأول ما يلزمنا وهو أمران واحد لا نتعرض لهم في النفس والمال لأنهم بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروها ومن أتلفها من غير إظهار عصى ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها إثنان أنه يلزم الإيمان بدفع من قصدهم من أهل الحرب والذنة والمسلمين إن كانوا في بلاد الإسلام أو منفردين ببلدة في جوارنا الثاني ما يلزمهم وهو أربعة أشياء واحد أداء الجزية لأنها أجرة وتأخذ على وجه الصغار والإهانة وذلك بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله ودليل ذلك قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يدهم وهم صاغرون الآية التسعة الأشمال سورة التوبة فإذا أخذت على وجه العنف والتعذيب والإذلال كان حراما فقدروا أبو داود أن هشام بن حكيم بن حزان وأجد رجلا وهو على حمص سمر ناسا من القبط في أداء الجزية فقال ما هذا سنعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا خرجه مسلم وقد نص الشافعي على الأخذ بالرفق اثنان الانقياد لحكم الإسلام من ضمان النفس والمال والأرض بالنسبة إلى المسلمين لأنهم يعتقدون ودوب ذلك وقد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم حتى لو أتوا بما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة مقيم عليهم الحد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بيهوديهم ويهودية قد زان يان فآمر بهما فروج ما روه البخاري ومسلم وإن أتوا بما لا يعتقدون حرمته كشرب الخمر ونكاح المدوس والمحارب فقد اختلفوا في إقامة الحد عليهم فقيل نعم كما يحد الحنفي بشرب النبيذ مع اعتقاده حلة وقيل لا يقام عليه الحد لأنهم يقرون على الكفر بدفع الجزية فإقرارهم على ما يعتقدون إباحته أولى وانده والأصح والفرق بينهم وبين من يقام عليه الحد من الحنفيين أن المعنى الذي لأجله حد شارب الخمر موجود في النبيذ قطع ولأن الحنفي ينزجر بالحد بخلاف الذنين لأنه يشرب الخمر استحلايا وتدينا وعلى كل فليس لهم إغذار شربها والتجاهر بذلك فإن فعلوا عزروا ثلاثة أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير فيمنعون من الطعن فيه وفي القرآن وأن لا يذكروا سيد الأولين والآخرين بسوء فإن سبوه أو سبوا نبيا من الأنبياء يعزروا وانتقد عهدهم إن شرطوا امتقاده بذلك ويجب عليهم أن امتناعوا من إظهار المنكرات كالشرك في قولهم إن الله ثالث ثلاثة الآية الثالثة والسبعون سورة النائدة وكذلك كاعتقادهم في المسيح والعزير عليهما السلام أنهما أبناء الله سبحانه وتعالى عما يقولون عروة كبيرة الآية الثالثة والأربعون سورة الإسراء فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ومنعوا ولكن لا ينتقض العهد بذلك أربعة أن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين بأن يؤوا من يطلع على عوراتهم وينقلها إلى دار الحرب أو يدل أهل الحرب على عورة لنا أو يدعوا مسلما للكفر أو يقتلوه ونحو ذلك ويقام عليه الموجب ما فعلوه من حد أو تعزير ومن تقد عنده بختال قتل ولا يبلغ المأمن لقوله تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم بل يخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء لأنهم كفار لا أمان لهم الآية الحديث وتسعون والمئة من سورة البقرة تغيير زيهم ويرزمهم أن يتنازع المسلمين في اللباس بدار الإسلام ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم وحتى لا يتصدروا المجالس ولا يبدأون بالسلام لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بداءتهم بالسلام وقال إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى عضيقها رواه مسلم وغيره وتلبس كل طائفة مع تأدته واحتج لذلك بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الزنانير في أوساطهم وأيضا فقد صالح عمر رضي الله عنه على تغيير زيهم لمحضر من الصحابة رواه البيهقي وكما يلزنهم أن يتميزوا بذلك يمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله الآيات الستون سورة الأنفال فأمر أولياءه بأدادها لأعدائه فلا يمكنوا منها وقال صلى الله عليه وآله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهم بعيدون عن الخير وكذا ورد ظهورها عز وقد ضربت عليهم ذلة ويمنعون من تقلد السيوف وحمل السلاح أحكام الصيد والذبائح الصيد معناه المصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حر الآية الخامسة والتسعون من سورة المائدة أي لا تقتلوا المصيد والأصل في حل الصيد قوله تعالى وإذا حللتم فاستغدوا الآية الثانية سورة المائدة والأمر بالاستياد يقضي حل المصيد وهو أمر إباحة إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحضر للإباحة الذبائح جمو ذبيحة بمعنى مذبوحة والأصل في حلها قوله تعالى إلا ما ذكيتم سورة المائدة الآية الثالثة لأنه مستثنى من المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم الميت تودم الآية الآية الثالثة سورة المائدة واستثناؤها يفيد حل المذكى وذكاته ذبحه بقطع الحلقوم والمليء بآلة ليست عظمى ولا سنة في المقدور عليها والعقر في أي موضع كان في غير المقدور عليها بأن ند البعير أو شردت الشاه وتعذر الوصول إليها أو وقعت في بئر وتعذر إخراجها حيه ولم يتمكن من ذبحها فيحل عقر ذلك كله سواء أصاب المذبح أم لا وصارت كلها منحر فعن أبي العشر عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق والنبه فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو طعمت في فخدها أجزاء عنك روه أبو داود وقال لا يصح إلا في المترده والمتوحش وفي الصحيح حلم أنه عليه الصلاة والسلام أصاب نهبا فنهب منها بعير ولم يكن معهم خيل فرماه ردل منهم فحبسه أي فمات حشيه أصاب نهبا النهب هو الغنيمة انتهت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائن أوابط كأوابط الوحش حشيه الأوابط جمع آبدة وهي الحيوان الشرود انتهى فمن فعل منها كذا ففعلوا به مثل ذلك وفي رواه وما غلبكم منه فاصنعوا به هكذا ولا يسترط في الجمح أن يكون قاتلا بل يكفي مدمن يجوز وقوع القتل به ولو أرسل كلبا على الناد حل ولو ترد بعير فوق بعير فعرز رمحا في الأول فنفذ إذا الثالي حل كل منهما كما لو رمع صيدا فنفذ منه عصاب الآخر الذكاء الذكاء في الغرب التطيب أخذ من قولهم رائحة ذكية أي طيبة سمنا لنا الذبح لتطيب الأك بالإباحة وفي الشرع قطعا مخصوص هو قطع جميع الحلقوم والمريء والحلقوم مجرى النفس خروجا ودخولا والمريء هو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم ويسن مع ذلك قطع الوديجين وهما أرقان في صفحتين العنق يحيطان بالحلقوم وإذا ذرخ الشاء بواسطة السبع أو انهدم سقف على ذهيمة فذبحت إن كان فيها حياة مستقرة حلت فلو انتهت إلى حركة المذبوح لم تحل ويستدل على الحياة المستقرة بالحركة الشديدة وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزي وقيل تكفي الحركة الشديدة وقال ابن الصباخ الحياة المستقرة هي بحيث لو تركت لبقيت يوما أو بعض يوم وغير المستقرة أن تموت في الحال والأمار باتشاه وصارت إلى أدنى الرمق وذبحت حلت قطعة لأنه لا يوجد سبب يحال عليه هلاكها ولو أكلت شاة النبات المضر وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت لم تحل لأنه يوجد سبب يحال عليه الهلاك وهو أكلها للنبات المضر فصارت كجرح السبع جواز الاستياد بالجوارح المعلمة يجوز الاستياد بجوارح السبع كالكلب والفند والنمر وغيرها وبجوارح الطير كالصقر والشاهين والباز لقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلدين مكلدين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الآية الرابعة سورة المائدة قال ابن عباس رضي الله عنهما الجوارح الكلاب وطيور المعلمة مشتق من الجرح وهو الكسب لكسب أهلها بها ومنه قوله تعالى وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ أي كَسِبْتُمْ الآية الستون سورة الأنعام روت المذي عن عديد محاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الباز فقال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أنسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإذا جرحت صيدا وأدركته ميتا أو في حركة مذبوح فإنه يحل أكله ويقول إرسال الصاعد وجرح الجارح في أي موضع يقوم مقام الذبح شروط تعليمها وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت لم تأكل منه ويتكرر ذلك منها فإن عظم شرط منها لم تحل إلا أن يدركه حيا فيدبحه انتهى الشريط التاسع عشر من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقية على الشريط العشرين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط العشرون من كتاب الفقه الميسر نواصل القراءة في أحكام الصيد والذبائح آلة الذبح يجوز الذبح بكل ما له حد ليقطع سواء كان من الحديد كالسكين والسيف والرمح أو من الرصاص أو من النحاس أو الذهب أو الزجاج فيحل الذبح بذلك كله إلا السمن والظفر والعظم وسواء في ذلك المنفصل والمتصل والأصل في ذلك ما رواه رافع بن خديج قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة خرجه البخاري ومسلم والنهي عن الذبح بالسن والظفر تعبدي قاله العز بن عبد السلام وقال ابن الرفعة إن حكمته أن لا يكون موت الحيوان ببعضه مبيحا له ما يعتبر في الذبح يعتبر في الذبح أن يكون مسلما أو كتابيا سواء كان يهوديا أو نصرانيا والأصل في ذلك قوله تعالى إلا ما ذكيتم الآية الثالثة سورة المائدة بالنسبة للمسلم وبالنسبة للكتابي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية الخامسة سورة المائدة والمرض بالطعام هنا الذبائح وأما ذبيحة غير الكتابي فالدليل على حرمتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم له سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم وناكح نسائهم والوثني لا كتاب له وكذا المجوسي كما لا تؤكل ذبيحة المرتد لأنه أسوأ حالا من المجوسي والوثني وتحل ذبيحة الصبي المميز وكذا الأعمى والمرأة وإن كانت حائضة احتج لحل ذبحها بمروه البخاري أن جارية لآلكع كانت ترغى غنما غنما لهم فمرضت شاه منها فكسرت مروه وذرحتها فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز لهم أكلها حاشية المروه الحجر الأبيض وفيه دلالة على جواز الذبح به متى أنهر الدم انتهى ذكاة الجنين ذكاة الجنين الذي يوجد في بطن أمه بذكاتها سواء وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة أي بأن كان عيشه عيش مذبوح يحل أكله وإن لم يذكى ظاهرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه خرجه الإمام أحمد وروا مسدد قال كنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة والشاه فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمه وأيضا لو لم يحل الجنين بذكات الأم لما جازت ذكاتها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قصاصا حتى تلد قاله الجويني حكم ما قطع من الحي ما قطع من حي فهو كميتته فإن كانت ميتته نجسة فهو نجس كميتة غير السمك والجراد والآدمي وإن كانت ميتة طاهرة فهو طاهر كالسمك والجراد والآدمي والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسممة الإبل أي قطعها وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت رواه الحاكم وقال حسن وفي رواه ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت ويستثنى من ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره لأن لنا في ذلك أثاثا ومتاعا إلى حين ولأنها لا تحلها الحياة ولهذا لا تحس ولا تتألم بالقطع ولذا قيل في شعور غير المأكول أنها لا تنجس لهذه العلة أما القرن والظلف والظفر والسم فالصحيح أنها نجسة إذا انفصلت في الحياة لأنها بالأعضاء أشبه وقد قال تعالى من يحيي العظام وهي رمي الآية الثامنة والسبعون سورة ياسين والإحياء للميت ولأنها تحس وتتألم فدل ذلك على أنها تحلها الحياة فتنجس بالموت أحكام الأطعمة الأطعمة جمع طعام بمعنى مطعوم كشراب بمعنى مشروب والأصل في حل الأطعمة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية الخمسة والأربعون والمئة سورة الأنعام وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحضم عليهم الخبائف الآية السابعة والخمسون والمئة سورة الأعراف ومعرفة أحكام الأطعمة من مهمات الدين فطلبوا الحلال فرض عين على كل مكلف لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد فقد ورد في الخبر أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به ولو عما الحرام اقتصر على قدر الحاجة ويسن ترك التبسط في الطعام المباح لأنه ليس من أخلاق السلف الصالح إلا إن دعت إليه الحاجة كإكرام ضيف وتوسعة على عيال لتطييب خاطرهم وقضاء وطرهم لا بقصد التفاخر والتكاثر وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب الأول منعها منها لألا تطغى الثاني إعطاؤها ما تشتهيه لها وبعثا لروحانيتها الثالث وهو الأشبه التوسط بين الأمرين لأن في إعطائها كل ما تشتهيه سلاطة لها عليه وفي منعها بالكلية بلادة لها وتسن كثرة الأيدي على الطعام والتسمية في أوله والحمد في آخره ما يحل منها وما يحرم ويحل من المطعوم الطيب وهو كل ما أفاد في أكل أو شرب ويحرم منه الخبيث وهو كل ما أضر فيهما والمرض بالطيب ما تستطيبه النفس وتشتهيه وبالخبيث ما تستخبثه النفس وتدفعه الطبيعة ولما أناط الله الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما تستطيبه وتستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك ولاختلاف طباعهم فتعين إرادات بعضهم والعرب أولى الناس بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به ثم طبائع العرب مختلفة فتعذر اعتبار جميعهم فيرجع إلى من كان في عصري صلى الله عليه وآله وسلم كما قال القاضي حسين وغيره القاعدة في ذلك كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه إذا عرفت هذا فلابد من ذكر نبذة مما يستطاب وما يستخبث أما المستطاب فكثير مع اختلاف أنواعه وهو أنسي ووحشي فمن الأنسي الإبل والبقر والغنم وحلها بالإجماع بعد قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام الآية الأولى سورة المائدة وكذلك قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون الآية الخامسة سورة النحل ومنها الخيل لمعرى جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل أخرجه الشيخان وفي رواية أبي داود نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير والبغال ولم ينهنى عن الخيل ويحل من دواب بالوحش البقر ويدخل فيه الجاموس لأنها من الطيبات واستوي في ذلك الإبل والوعل وكذا جميع كباش الجبل وغنمه وكذا الحمار الوحشي لأنه عليه الصلاة والسلام أكل منه ولا فرق بين المتوحش والمستأنس كما لا يحل الحمار الأهلي وإن توحش ويحل الضبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ وابن عرس لأنها مستطابة وكذا يحل الضب لأنه أكر بحضراته عليه الصلاة والسلام ولهذا تتم تأتي إن شاء الله وأما ما يستخبث فكثير جدا ومنها الحيات والعقارب والخنافس ونحوها كالقراد والقمل ونحو ذلك لأنها من الخبائث قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث الآية السابعة والخمسون والمئة سورة الأعراف حكم ما له ناب وما له مخلب كل ما كان من السباع له ناب يعد به على الحيوان ويتقوى به فيحرم أكله كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح والزرافة وابن آوى لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذيناب من السباع خرجه الشيخان وغيرهما ولأن هذه الأنواع تعد بنا بها طالبة غير مطلوبة كما قاله الشافعي رضي الله عنه وقيل تحل الزرافة وابن آوى والفيل والتمساح ولا يؤكل الكلب لأنه من الخبائث وكذا الخنزير للآله وفي السنور خلاف والصحيح التحرين لأنه يتقوى بنابه ويأكل الجيف في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ويحل السنور والسنجاب والفنك والفاقم على الأصح ونص عليه الشافعي ويحرم من الطيور كل ما يتقوى بمخلبه كالنسر والصقر والشاهين والبازي والحدأة بأنواعها لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وكذا يحرم ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير لأنهما مستخبثان وعلم أنه يكره أكل الدابة الجلالة سواء الشاه والبقر والدجاجة وهي التي أكثر أكلها العذرة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها رواه التلمذي ثم الكراهة منوطة بتغيير رائحة ونتا فإن وجد في أرقها أو غيره ريح نجاسة فجلالة وإلا فلا كما صحهه النووي في أصل الروضة والذي في التحرير أن الاعتبار بكثرة العلف فإن كان الأكثر للنجاسة فجلالة وإلا فلا والنهي عن أكلها للتنزيه لأن أكلها للنجاسة إنما يؤثر في تغيير لحمها وذلك يقتضي الكراهة متى تؤكل الميتة مص القرآن الكريم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما في معناها كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وهذا في غير حالة الضرورة أما في حالة الضرورة فيباح له الأكل من الميتة بقدر ما يدفع عنه الهلاك ويسد رمقه ويحفظ حياته قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الآية الثالثة والسبعون والمئة من سورة البقرة فلا يزيد في الأكل إلى حد الشبع ميتة السمك والجراد الحيوان ثلاثة أقسام الأول ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء الثاني حيوان مأكل لا تحل ميتته فهذا لا يحل إلا بالتذكية المعتبرة وقد مر حكمها الثالث حيوان مأكل تحل ميتته وهو السمك والجراد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وصححه الحاكم في المستدرك وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء هو الحل ميتته وأعلم أن السمك بكل أنواعه حلال سواء مات بسبب ظاهر كصدمة أو ضرب صياد أو غيره أو مات حتف أنفه وسواء كان على صورة السم أو غيره لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر الآية السادسة والتسعون من صورة المائدة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحل ميتته ونص الشافعي على أنه يؤكل فأر الماء وخنزيره ولأن اسم السمك يقع على جميعها واستثنى من ذلك التمساح لأنه يتقوى بناده ويحرم الضفضع والسرطان والسلحفاه على الراجح لخباثتها الأضحية الأضحية بتشديد الياء ما ذبح من النعم تقربا إلى الله يوم العيد وأيام التشريق ويقال لها ضحية والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى فصل لربك وانحر الآية الثانية سورة الكوثر وقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية السادسة والثلاثون سورة الحج والأضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر من شعائر الإسلام ينبغي المحافظة عليه لما فيه من عظيم الثواب فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه الأضاحي فقال عليه الصلاة والسلام سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة وذهب مالك رضي الله عنه إلى وجوبها وكذا أبو حنيفة ولكن على المقيم بالبلد الموسر وهو الذي يملك نصابا ودعوى الوجوب ممنوعة بالسنة الشريفة ففي التلمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم وأصرح من هذا ما رواه الدار قطني كتب علي النحر وليس بواجب عليكم وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وآله وسلم علق التضحية على الإرادة والواجب ليس هذا شأنه والحديث الوارد بوجوبها رواية لمجهول وإن صح حمل هذا حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة وعلم أن الأضحية سنة على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى عن الكل حق السنة ولو تركها أهل بيت كلها لهم ذلك والمخاطب بهذه السنة الحر القادر ما يجزئ في الأضحية يشترط في الأضحية أمور الأول الذبح الثاني الذابح وقد مر ذكروهما الثالث الوقت وسيأتي بيانه الرابع أن تكون الأضحية من الإبل والبقر والغنم بأنواعها فيدخل في البقر الجاموس وفي الغنم الماعز قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية الثامنة والعشرون سورة الحج وهي الإبل والبقر والغنم ولفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجزئ من غيرها بالإجماع وإليك الشروط التي تصح بها الأضحية الجذع من الضأن وهو ما له سنة على الأصح وقيل ما له سنة أو أسقط مقدم أسنانه وقيل ما له ستة أشهر وقيل هو ما نامت صوفته بعد أن كانت قائمة الثاني من الماعز وهو ما لهم Ceci service وهو ما له سنتان على الأصح وخالفة الضأن Ahh لأن لحمها لحم أضًا فجبر بزيادة السن وقيل يجزئ ما له سنة ودخل في الثانية وسمي ثنية لطلوع ثنيته الثني من الإبل وهو ما له خمس سنين ودخل في الثالثة على الأصح بل في السادسة وقيل ما دخل في الرابعة ويجزئ الخصي وهو مقطوع الأنثيين لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطيبه ويجزئ مكسور القرن سواء سال الدم أم لا لأنه لا يؤثر في اللحم فأشبه الصوف واعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن والمعتبر نعم الذكر أفضل من الأنثى على الراجح لأنه أطيب لحم وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحدعبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وقال أبو إسحاق تجزئ البدنة عن عشرة وفي البخاري ما يشهد له ورواه التلميذي وقال إنه حسن غريب وقال ابن القطان إنه صحيح وتزجئ الشات عن واحد وعن أهل بيت أو بيوت تلزم نفقتهم شخصا واحدا ما لا يجزئ في الضحية اشترط في الضحية سلامتها من كل عيب ينقص اللحم فإذا لم تسلم وهي أربعة أصناف فإنها لا تجزئ وهي العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي حاشية يقال أنقت الإبل أي سمنت القاموس المحيط انتهت قالت المذي حسن صحيح والنقع الشحم وقيل مخ العظم ووجه عدم الإجزاء في العوراء أن رعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو بقيت أو أن العورة فوت منها جزءا مأكولا مستطابا ووجه عدم الإجزاء في العرجاء التي اشتد عرجها أن الماشية السليمة تسبقها إلى الكلأ الطيب فتتخلف عن القطيع فلا تحصل على كفايتها فتهزل وأما المريضة الشديدة المرض فيفسد لحمها بالمرض وأما العجفاء وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها فإن لحمها يفسد بسبب هذا العارض وكذا لا تجزئ الجرباء لأن الجربة مرض يفسد لحمها إذا كثر جربها كذا إن قل على الأصح قال الشافعي رضي الله عنه إنه داء يفسد اللحم والودك أي الشحم وكذلك الثولاء وهي المجنونة التي تدور في المرأة ولا ترعى فتحرم من الرعي ويفسد لحمها ولا تجزئ مقطوعة الأذن والإلية لفوات جزء مأكول وقت الذبح يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وحدة ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعض الصلاة والخطبتين فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين رواه الشيخان وليس فعل الصلاة بشرط في دخول الوقت بالاتفاق وإنما الشرط مضي قدر الصلاة والخطبتين ويخرج وقت التضحية بانقضاء أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيام منا كلها منحر وتكره التضحية ليلة خشية تأخير تفريق اللحم طرية ما يستحب عند الذبح يستحب عند الذبح أمور أولها التسمية لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه سورة الأنعام الآية الثامنة عشرة بعد المئة وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين ذبح أضحيته قال بسم الله فلو لم يسمي حلت لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالبا وفي الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوم من الأعراب يأتوننا باللحم وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال صلى الله عليه وآله وسلم فقد نبه الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضيع ولأن الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر إلا ويذكر معه الثالث استقبال القبلة وتوجيه الذبيحة إليها لأنه خير الجهات ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم وجه ذبيحته إلى القبلة الرابع التكبير لما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بك بشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة سمى وكبر وعضى رجله المشرفة على صفحاتهما رواه الشيخان الخامس الدعاء بالقبول ولفظه اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني أي أنها نعمة منك تقربت بها إليك واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام قال عند التضحية اللهم تقبل من محمد السادس أن يذبحها بنفسه إن أحسن الذبح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يحسنه يشهد ذبحها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة منها كل ذنب عملتيه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن نصي القرآن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين الآيتان الثانية والستون والمئة والثالثة والستون والمئة من سورة الأنعام التصرف فيها الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر حتى لو أتلفها لزمه ضمانها فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له الأكل منها قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات فلو أكل منها شيئا أو أخرى حتى تلف غرما ثمنه وصار في ضمانه ويغرم قيمته وقيل يلزمه مثل اللحم ولا يلزم ذبح أخرى ثانية لأنه فعله وأما الأضحية وأما الأضحية التي تطوع بها فيستحب له أن يأكل منها بل قيل بالوجوب لقوله تعالى فكلوا منها والصحيح استحباب الأكل لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية السادسة والثلاثون سورة الحج جعلها لنا لا علينا وبالقياس على العقيقة والأفضل يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعم البائس الفقير الآية الثامنة والعشرون سورة الحج فجعلها نصفين وقيل وهو لصح يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الآية السادسة والثلاثون سورة الحج فجعلها لثلاثة القانع الجالس في بيته المعتر السائل وقيل يأكلوا ويطعموا ويدخر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدى لكم وأطعموا وادخروا فجعلها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة الأكل والإطعام والادخار والذي يهدى إليهم هم المتجملون من الفقراء وقيل هم الأغنياء وقال الغزالي يهدي الثلث للأغنياء والمتجملين من الفقراء واعلم أنه لا يجوز بيع الأضحية ولا بيع جلبها ولا جعله أجرة للجزار بل يتصدق به المضحي أو يأخذه لمنفعته ومحل صرف الأضحية بلد المضحي وفي نقلها وجهان والصحيح جوازه قياسا على الزكاة كما تقدم بيانه حكم العقيقة العقيقة في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود وفي الشرع اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه وهي مستحبة والأصل في استحبابها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع يحلق رأسه ويسمى رواه أحمد والتلمذي وصححه الحاكم ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لحديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه وحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه رواه التلمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وعلم أن الشات في العقيقة كالشات في الأضحية في السن والسلامة من العيوب بالقياس عليها والعقيقة وإن صحت من غير شات الضأن لكنها في شات الضأن أفضل لظاهر السنة شاتان في الغلام وشات في الجارية انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا مواصل القراءة في حكم العقيقة ما يستحب فيها واحد يستحب أن يقول عند ذبحها بسم الله اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلان اثنان يستحب ذبحها عند طلوع الشمس ثلاثة حلق رأس المولود قبل الذبح وقيل بعده لظاهر الحديث ويتصدق بوزنه ذهبا أربعة يستحب طبخ العقيقة بحلو على الأصح تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود والأفضل أن يبعث به مطبوخا إلى الفقراء مص عليه الشافعي فلو دعاهم إليه فلا بأس خمسة ويستحب أن يحنك المولود بشيء حل والتمر أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر ستة ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرع وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان أخرجه ابن السني وأم الصبيان هي التابعة من الجن وقيل مرض يأخذهم في الصغر والحكمة في الأذان أنه أول قدومه إلى الدنيا ينخسه الشيطان فناسب أن يطرد عنه عند سماع الأذان والإقامة كما جاء في الحديث الصحيح وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنهما رواه أحمد والتمري وقححه وأذن في اليمنى وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده رواه ابن المنذر السبق والرمي المسابقة تطلق على المسابقة بالخيل والسهام إلا أنها بالخيل تختص بالرهان وبالسهام تختص بالنضال والأصل في ذلك الكتاب والسنة قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية الآية الستون سورة الأنفال وقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن القوة الرمي وفي السنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفية وكان أمدها من ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق رواه الشيخان وكانت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه وأما الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عص الله جواز شرط المال فيهما ويجوز شرط المال في المنعضلة والمسابقة لقوله صلى الله عليه وسلم رهان الخيل طلق أي حلال رواه أبو نعيم في أسماء الصحابة وقيل لعثمان رضي الله عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم رواه الإمام أحمد والدار قطني والبيهقي ولأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد ويجوز على الدواب إذا كانت المسافة معلومة لابتداء والامتهاء ويمكن وصول الدابتين إليهما غالبا لأنهما لو تسابقا إلى غير غاية لم يؤمن من أن تعطب الفرس لأن كل من المتسابقين يحرص على المال ودفعار السبق فلو كانت المسافة غير معلومة ربما أدى إلى عطب الدابة وأيضا فإنه تتعذر البينة على السبق لبعد المسافة وأما المناضلة فلا بد من العلم بها إما بالمسافة التي تبلغها السهان والعلم إما بالشرط وإما بالإصابة كخمسة من عشرين مثلا ولا بد في صفة الإصابة من؟ واحد القراع وهو الإصابة المجردة ثنان الخرق وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه ثلاثة الخسق وهو أن يثبت في الغرض أربعة الخرم وهو أن يقطع الغرض خمسة المرق وهو أن ينفذ من الغرض من الجانب الآخر وإذا أطلق العقد حمل على القرع لأنه المتعارف وعلم أن المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجاه معه فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مرة بحزبين من الأنصار يتماظلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار لأن المخرج حريص على أن لا يسبق لأن لا يغرم والآخر حريص على السبق حتى يأخذ المال وإن أخرجه المتسابقان أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل وهو الذي أدخل فرسا بين فرسين فعند عدم المحلل أولى ولأن معنى القمار موجود فيه فإن كلا منهما دائر بين أن يغنم ويغرم وهذا هو القمار وتجوز المسابقة على الأقدام والسباحة في الماء والصراع بلا عوض لما روتها عائشة رضي الله عنها قالت فسابقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه بتلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ولا تجوز المسابقة على ما لا يصلح للحرب كالبقر ونحوه ولا تجوز على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة لا بأيوض ولا بغيره وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج ومعرفة ما في اليد من زوج أو فرد وسائر أنواع اللعب الأيمان والنذور اليمين في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة وفي الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى والأصل في الأيمان الآيات والأخبار قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآيات التسعة والثمانون سورة المائدة وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآيات السابعة والسبعون سورة آل أمران وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم التسعة والثمانون سورة المائدة وقوله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الرابعة عشرة سورة المجادلة وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم السادسة والأشرون بعد المائتين سورة البقرة وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم سورة الأنعام الآيات التسعة بعد المائة ومن السنة أحاديث كثيرة منها حلفه صلى الله عليه وآله وسلم والله لأغزون قريشا ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومنها قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب وغير ذلك من الأخبار متى تنعقد اليمين ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته تعالى وعلم أن الأسماء على ثلاثة أنواع الأول ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره كالله ورب العالمين ومالك يوم الدين وخالق الخلق والحي الذي لا يموت ونحو ذلك فهذا تنعقد به اليمين سواء أطلق أو نوى الله تعالى فإذا قال قصدت غير الله لم يقبل منه قطعا الثاني ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره إلا أن الأغلب استعماله في حق الله تعالى كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر ونحو ذلك فإذا نوى غير الله تعالى فليس بيمين الثالث ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء كالحي والموجود والغني والكريم ونحو ذلك فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف الأصح أنه لا يكون يمين لأن اليمين تنعقد باسم معظم وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس لها حرمة ولا عظمة وقيل إنه يمين لأنه اسم يطلق على الله وعلى غيره قد نواه وقولهم ليس له حرمة ممنوع قاله النووي وقطع به البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من القسم الثالث على الأصح من حلف بصدقة ماله من حلف بصدقة ماله كأن يقول إن شاف الله مريضي لأتصدقن بكذا هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثا أو منعا ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام وللعلماء فيها خلاف منتشر يرجع إلى ثلاثة أقوال الأول يلزمه الوفاء بما التزم لأنه التزم عباده في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط ثانيا يلزمه كفارة يمين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم ورؤية أن ربما قال لعمر رضي الله عنه إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي حاشية الرتاج الباب العظيم والمراد أنه جعل ماله هديا للكعبة وكن عنها بالباب لأنه مدخلها انتهى فقال إن الكعبة لغنية عن مالك كلم أخاك وكفر عن يمينك ورؤي نحوه عن عائشة وأم سلمة وصفية رضي الله عنهم وكذا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريره رضي الله عنهم ولم يظهر لهم مخالف وهذا ما صحاحه الرافعي وقطع به جماعة لأنه في المعنى إمين ثالثا أن يتخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزام قربه واليمين من حيث أن مقصوده اليمين وصورة المسألة أن يقول إن كلمت فلانا أو دخلت داره أو إن لم أسافر أو إن سافرت ونحو ذلك علي صوم شهرين أو صلاة أو أتصدق بمال أو حج ونحو ذلك ثم يفعل المعلق عليه أما إذا قال شخص إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين لزمته الكفارة بلا خلاف هذه المسألة يعبر عنها بنذر اللجاج والغضب لغو اليمين لغو اليمين لا يترتب عليه شيء ولا يؤاخذ الله به وصورته في من سبق لسانه إلى رفض اليمين من غير قصد كقوله في حالة غضبه لا والله بلى والله كذا في حال عجلته أو صلة كلامه فهذا لا ينعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة واحتج له بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية التاسعة والثمانون سورة المائدة قالت عائشة رضي الله عنها هو قول الإنسان لا والله وبلى والله رواه البخاري موقوفا ومرفوعا وروا ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول عائشة رضي الله عنها وفي معنى ذلك ما لو كان يحرف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فكل هذا يسمى لغو اليمين وإذا قال شخص إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله ونحو ذلك لم يكن يمين ولا كفارة في الحنث به ثم إن قصد تبعيد نفسه عن هذا اليمين لم يكفر وإن قصد به الرضا إذا فعله فهو كافر في الحال ويجب عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله تعالى وتجب التوبة من كل كلام محرم وعلم أن مدار البر أو الحنث راجع إلى مقتضى اللفء الذي تعلقت به اليمين فإذا حلف لا يضرب فلانا أو لا يبيع أو لا يشتري الشيء الفلاني فوكل غيره في ذلك لم يحنث لأن مقتضى اللفء لا يبشر ذلك بنفسه وقد فعل نعم إن أراد المعنى المجازي بأن حلف بأن لا يشتري الشيء الفلاني وأراد عدم دخوله في ملكه فإنه يحنث سواء اشتراه هو أو اشتراه غيره لأنه غلظ على نفسه وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث لأنه لم يوجد المحلوف عليه كما إذا حلف لا يأكلها غين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث ويقاس بهذه الصورة ما شابهها كفارة اليمين سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره ومنه الكافر لأنه يستر نعمة الله عليه وهي الإيمان به فإذا حلف الشخص وحنث وجبت الكفارة لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ثم كفارة اليمين أولها تخير وآخرها ترتيب فأتخير أولا بين الخصال الثلاث التي ذكرها الله في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من أوسط ما تطاعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه التسعة الثمانون سورة المائدة فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبه ويطعم خمسة أو يكسوهم كما لا يجوز لأن الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا إخراج جنسين فقد أثبتنا تخيرا رابعة وهو خلاف النص فإن أراد الإعتاق أعتق رقبة مؤمنة وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطل وثلثة من غالب قوة البلد وإن أراد الكسوة فيكفي ما يقع عليه اسم الكسوة وهو يتحقق في القميص والثوب والسروال والمئزر والعمامة والجبة والخمار لأن الشارع أطلق الكسوة فتنصرف إلى ما يسمى كسوة ويتحقق فيما ذكر فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة كفر بالصوم للآية الكريمة وله أن يصومها متتابعة ومتفرقة والأول أفضل ولو حلف شخص لا يفعل شيئا وفعله ناسيا ناسيا اليمين فالصحيح أنه لا يحنث لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الآية الخامسة سورة الأحزاب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومس تكريه عليه واليمين داخلة في هذا العموم حكم النذر النذر في اللغة الوعد بخير أو شر وفي الشرع الوعد بالخير دون الشر قال الماوردي هو التزام قربه غير لازمة بأصل الشرع والأصل في ذلك قوله تعالى يوفون بالنذر سورة الإنسان الآية السابعة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر أن يطيع الله فليطاعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري وغيره واختلفوا في حكمه فقيل مكروه وقيل قربه أقسام النذر ينقسم النذر إلى قسمين واحد نذر لجاج وغضب وقد تقدم اثنان نذر تبرر وهو نوعان الأول نذر المجازاة وهو أن يلتزم شخص قربه في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بالية كقوله إن شف الله مريضي أو رزقني ولدا وأنحو ذلك فلله علي صوم أو صلاة أو صدقة فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم وكذا لو قال فعلي ولم يقل لله على الصحيح وحجة ذلك قوله تعانى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية الحادية والتسعون سورة النحل وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآية الخامسة والسبعون سورة التوبة وغير ذلك من الآيات ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاه الله تعالى أن تصوم شهرا فنجت ولم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تصوم عنها رواه أبو داود والنسائي الثاني من نذر التبرر أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق فقولان الراجح اللزوم كالنوع الأول لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع قيل لا يلزم لعدم المقابل كالبيوعات لما لم يكن لها عوض لم تتزمه بالعقد ويلزم النذر فيما يقع عليه اسم المنذور كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم فالصدق بقليل الصدقة وأقل الصوم لا نذر في معصية لا يصح نذر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري فمن نذر شرب الخمر أو الزنى أو القتل أو الصلاة وهو محدث فلا يجب الوفاء بل يحرم ولا كفارة عليه على ما قطع به الجمهور لا يلزم النذر على ترك المباح يعلم أن المباح لم يرد فيه ترغيب كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود سواء كان نفي كقوله لا آكل كذا أو إثباته كقوله آكل كذا فهذا وما أشبه لا ينعقد نذره لأنه لا قربة فيه ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه رواه البخاري ولو نذر شخص أن لا يكلم الآدمين فلا يلزمه بكلامهم كفارة لأن هذا النذر غير مشروع ففي البخاري أن امرأة حجت صامتة عن الكلام فقال له الصديق رضي الله عنه تكلمي فإن هذا لا يحل وما النذر شمعا أو مصباحا على نحو الأضرحة فإنه لا ينعقد لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بقوله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج واللعن الطرد من رحمة الله الأقضية الأقضية جمع قضاء كآطية وغطاء والقضاء يأتي على معاني كثيرة منها أنه بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه لأن القاضي ينهي الأمر ويفرغ منه ومنها أنه يأتي بمعنى أوجب ومعنى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه سورة الإسراء الآية الثالثة والعشرون أي أوجب والقاضي يجب الحكم ويلزم به الخصم ومنها أنه يتأتى بمعنى أتم ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم والقاضي يتم الأمر بحكمه حشيه الآية المئتان سورة البقرة انتهى واسمي القضاء حكم لما فيه من منع المظالم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله والأصل في القضاء الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذه الآية هي الثامنة والخمسون من سورة النساء وآية وأن احكم بينهم هي التاسعة والأربعون من سورة المائدة ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران رواه الشيخان وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه رواه البيهقي وهذا كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء العالم بالأحكام أما من ليس أهلا له كالجهلة والفسقة كقضاء الرشوة والبراطيل فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في النار لقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار رواه أبو داود وغيره وقال صلى الله عليه وآله وسلم من من كان قاضيان من قاضيان فيه حقا للعلمة ومن كان قاضيا عالم فقضى بحق أو بعدل يسأل التفلت كفافة رواه ابن حبان في صحيحه قال العلماء كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فهو آثم ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا بأن إصابة الحق اتفاقا ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاز في جميع أحكامه وأحكامه مردودة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية الثالثة والأربعون سورة النحل صفات القاضي من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى القضاء كما يحرم عليه أن يطلبه لما تقدم من الأحاديث وإنما يصلح للقضاء من توفرت فيه الشروط الآتية الأول الإسلام فلا يجوز تولية القضاء لكافر لا عن المسلمين ولا على غيرهم لأنها ولاية وليس الكافر أهلا لذلك وانتهر عمر رضي الله عنه وأبا موسى رضي الله عنه حين استعمل كاتبا مصرانية ثم قال لا تدنوهم قد أقصاهم الله ولا تكرموهم وقد أهانهم الله ولا تأمنوهم وقد خونهم الله وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء الثاني البلوغ والعقل لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما فعلى غيرهما أو لا وعلم أنه لا بد من العقل أن يكون صحيح التمييز جيد الفطمة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح المشكل من الأحكام الثالث الحرية لأن العبد معقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أو لا الرابع العدالة لأن الفاسق إذا منع النظر في مال الإبن مع عظيم شفقته فمنع ولاية القضاء أو لا الخامس الذكورة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء الآية الرابعة والثلاثون سورة النساء ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين السادس أن يكون عالما بالأحكام الشرعية فلا يتولى الجاهل بها لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم حاشية الآية السادسة والثلاثون من سورة النساء انتهت الحاشية ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقاض قضى على جهل فهو في النار ولأن الجاهل لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى السابع أن يعرف كلام العرب لغة واعرابة ليستعين بها على فهم الكتاب والسنة ولأن الشرع ورد بالعربية الثامن أن يكون سميعا بصيرا لأن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب التاسع أن يكون متيقظة فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما العاشر أن يكون ناطقة لأن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام انتهى الشريط العشرون من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقية على الشريط الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الواحد والعشرون من كتاب الفقه الميسر نواصل القراءة في الأقضية أعداب القضاء يعلم أن للقضاء آداب منها أن ينزل القاضي في وسط البلد لأنه أقرب إلى التسوية وحصول العدل ومنها أن يجلس في موضع فسيح لأن لا يتأذى الحاضرون بضيقه ومنها أن يكون بارزا ليس دونه حجاب ليهتدي إليه المتوطن والغريب ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره حاشية الخلة الحاجة والفقر والخصاصة القاموس المحيط انتهى رواه أبو داود والترمذي ومنها أن يكون المكان خاليا من الحر والبرد والغبار والدخان ومنها أن لا يتخذ حاجبا ولا بوابة إلا لحاجة ولكن يجب في الحاجب العفة والعدالة والأمان وحسن النظر أن يكون عارفا بمقادير الناس بعيدا عن الهوى معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين ومنها أن لا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء لأنه ينزه عن رفع الأصوات وحضور الحيض والكفار والمجانين وغيرهم وقد يحضرون للقضاء وقيل لا يكره كما لا يكره لقراءة القرآن وسائل العلوم الشرعية والإفتاء وجوب التسوية بين المتخاصمين لا شك أن منصب القضاء موضوع للعدل وميل القاضي عن ذلك جور وظلم فلهذا يجب التسوية بين المتخاصمين في المجلس فلا يقرب أحدهما على الآخر وعلى القاضي أن لا يمازح أحدهما ولا يشير إليه ولا يساوره ولا يلقن المدعي ولا المدعى عليه بما فيه صلاحهما ولا يخص أحدهما بشيء دون الآخر قال تعالى كونوا قوامين بالقصط الآية حاشية الخامسة والثلاثون والمئة من سورة النساء انتهت حكم الهدية والرشوة لا شك أن الرشوة حرام لأنها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهي من صفات اليهود قال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الراشية والمرتشي في الحكم رواه الإمام أحمد والتنذي وصححه ولفظ ابن ماجه لعنة الله على الراشي والمرتشي وأما الهدية فالأولى سد بابها نعم إن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة قبل ولاية القضاء فله أن يقبلها فمن لم تكن له عادة قبل الولاية فلا يقبل هديته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هدايا العمال أغلال حاشية بضم الغين أي خيانة انتهى وفي رواية سحط وهو الحرام رواه الإمام أحمد وفي الصححين ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي وهذا أهدي إلي هل لا جلس في بيت أبيه وأمه والذي نفسي بيده وفي رواية والذي نفس محمد بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاتا تيار ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا حاشية العفرة بياض ليس بالخالص انتهى وإذا كان هذا في العمال فالقاضي أولى والحكمة في ذلك أن قبول الهدية سبب حامل على ترك العدل ولا سيما وقد فسد الزمن واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعية بعضهم لبعض إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إعانة على ظلم حرم القبول والشفاعة والمتوسط بين المهدي والمهدى إليه من قاض وغيره وكذا بين الراشي والمرتشي حكمه حكم موكله أما إذا كان الراشي أو المهدي معذور لأجل خلاص حقه حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه وإن كانت لطلب حق أو دفع ظلم فلا تحرم على المعطي دون الآخذ نقول أما إذا كان الراشي أو المهدي معذور لأجل خلاص حقه حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهم محرم عليه وإن كانت لطلب حق أو دفع ظلم فلا تحرم على المعطي دون الآخذ يجي تناب القضاء في عشرة مواضع يكره القضاء في عشرة مواضع عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر والحزن والفرح المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبثين البول والغائط وعند غلبة النعاس وعند شدة الحرب والبرد والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غطبان رواه الشيخان عزيز مستمع جاءت هنا وعند شدة الحرب والبرد وربما كان يقصد الحر ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد الغضب نفسه بل الابطراب الحاصل بسبب الغضب المغير للعقل والخلق ويقاس عليه الباقي لأنها مغيرة للعقل والخلق وعلم أنه ليس للقاضي أن يلقن أحد الخصمين ما يضر بالآخر ولا يهديه إليه إلا في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات ولا يجوز له أن يعارض الشاهد في ألفاظه بقصد صرفه عن الشهادة لأن في ذلك ميلا على المشهود له وقد يفضي إلى ترك الشهادة كما لا يجوز أن يصرخ في الشاهد أو ينهره ولا يقبل شهادة الشهود إلا بشروط لابد من استفائها أولا ثبوت العدالة فإذا شهد عند القاضي شهود فعرف فسقهم أرد شهادتهم وإن عرف عدالتهم قبلها لأنه لا يجوز الحكم بشهادة الفاسق وإن رضي الخصم لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم الآية الثانية سورة الطلق ثانيا عدم التهمة ولها أسباب منها العداوة فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت لأمر دنيوي لقوله تعالى وأدنى أن لا ترتابوا حاشية الآية الثانية والثمانون والمئتان سورة البقرة أي أقرب إلى عدم الريب والعداوة أقرب الريب ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود الحد ولا ذي غمر ولا جنة ولا ظنين في قرابة ضوه أبو داود ولا ذي غمر ولا جنة ولا ظنين في قرابة الغمر الشحناء وذي جنة المجنون والظنين المتهم ومنها البعضية التي تشمل الأصول والفروع فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لوالده وإن على لقوله تعالى ذلكم أقصت وإن الله وأقوام للشهادة وأذناء لا ترتابوا الآية الثانية والثمانون والمئتان سورة البقرة والريبة هنا حاصلة لشدة الميل والمحبة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فاعطمة بضعة مني أي قطعة وإذا كان الولد جزءا من والده شبهت الشهادة له شهادة نفسه وقد جاء في تتمة الحديث ولا شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ظنين في القرابة دليل عليه الحكم على الغائب اعلم أنه تجوز الدعوة على الميت الذي لا وارث له معين وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق وعلى الغائب الذي لا وكيل له لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق سورة صاد الآية السادسة والعشرون وما شهدت به البينة حق فوجب الحكم به ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لزوجة أبي سفيان خذي ما يكفيك فإنه قضاء على غائب وقام علمه صلى الله عليه وآله وسلم بأنها زوجته مقام البينة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذي دليل على أنه ليس بفتوى وإلا أقلقال لا بأس به وقال عمر رضي الله عنه في قضية الأسيفع من كان له دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه وكان غائبا رواه مالك في المعطة وفي آخر الأثر وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ولأن الامتناع عن الحكم على الغائب إضاعة الحقوق فإذا حكم حاكم على غائب نفذ حكمه والمحكوم به حق في ذمته القسمة القسمة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى وإذا حضر القسمة أولي القرباء الآية الثامنة سورة النساء وقال صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم الحديث وقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم وكذا الخلفاء راشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم ثم القسمة تارة يتولها الشركاء بأنفسهم وتارة يتولها منصوب القاضي فإن تولها منصوب القاضي فإشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة لأنها ولاية وأن يكون عالما بالحساب والمساحة لأنهما آلة القسمة وفي علمه بقيم الأشياء خلاف أنواع القسمة أنواع القسمة ثلاثة قسمة في معرد وقسمة تعديل وقسمة إفراز أما قسمة الإفراز وتسمى قسمة المتشابهات وهي تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات وكذا تجري في الدار متفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها فتقسم الأنصباء في المكيل كيلة وفي الموزون وزنا وأما الأرض المتساوية فتجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء وكذا تجرى في الدار المتفقة الأبنية وبعد القسمة توزع عليهم بالقرعة فمن خرج اسمه على قسم أخذه فإذا امتنع أجبر عليه النوع الثاني قسمة التعديل والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون شيئا واحدا وتارة يكون شيئين فصائدا فإن كان شيئا واحدا كالأرض التي تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء والبعد عنه ونحو ذلك فيكون ثلثها لجودته كثلثيها في القيمة فيجعل الثلث سهم والثلثين سهم إن كانت بينهما نصفين وإما إن كان شيئين فصائدا فإن كان عقارا كدارين أو حانوتين متساويين القيمة فطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دارا ولهذا دارا لم يجبر الممتنع عن القسمة لاختلاف الأغراض باختلاف المحل والأبنية فلو كانت دكاكين صغارا متلاصقة لا يحتمل أحدهما القسمة فطلب أحدهما القسمة فيجاب لطلبه ويجبر الممتنع على الصحيح للحاجة وإن كان غير عقار كأن اشترك في عبيد أو في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين الشريكين فيجبر الممتنع على قسمتها وإن لم يكن التسوية كثلاث عبيد بين اثنين بالسوية إلا أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة فيجعل أحدهم سهمة والآخر سهمة النوع الثالث قسمة الرد وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر فتضبط قيمة مختص ذلك الجانب به وتقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب من تلك القيمة وكذا لو كان بينهما عبدان ونحوهما بالسوية وقيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ستمائة واقتسم على أن يرد آخذ النفيس مئتين لمن أخذ دون النفيس ليستويها وعلم أن القسمة إذا لم يكن فيها تقويم جاز قاسم الواحد وإن كان فيها تقويم لم يكفي إلا قاسمان لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين قسمة الأعيان المشتركة إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمة الأعيان المشتركة وامتنع الآخر نظر إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع وذلك كالأراضي والدور والحبوب ونحو ذلك لأنه لا ضرر وإن كان عليها ضرر كالمجوهرات والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها أو البئر أو الحاموت الصغير لم يجبر الممتنع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ولنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال حتى لو طلبوها من الحاكم لم يجبهم ويمنعهم من قسمتها بأنفسهم لأنه سفه وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر مثل أن يكون لأحدهما عشر الأرض والآخر تسعة أعشارها وإذا قسمت أم كان صاحب الأعشار التسع أم كانه الانتفاع دون الآخر فإن صاحب العشر إذا طلب لم يجبر الآخر على الأصح وإن طلب الآخر يجبر صاحب العشر على الأصح لأن صاحب العشر متعنت في طلبه إذ لا نفع له فيما يملكه بعد القسمة بخلاف الآخر فإنه ينتفع فيعذر نعم إذا كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة بحيث ينتفع بها فيجبر الآخر لدفع سوء المشاركة وحصور الانتفاع البينة على المدعي واليمين أعلى من أنكر الأصل في الدعاوى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعطى الناس بدعاواهم لدعى ناس تماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى رواه الشيخان والنفظ لمسلم وفي رواية البهقي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمعنى في جار البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف وما يقوله خلاف الظاهر فكلف بالحجة القوية ليقوى بها ضعفه واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف متهم بجلب النفع لنفسه وجانبه قوي والأصل براءة ذمته فاكتفي منه بالحجة الضعيفة فإذا أقام المدعي البينة قضي له ولو كان بعد حلف المدعى عليه لإطلاق الخبر فإن لم تكن بينت القول قول المدعى عليه بيمينه للحديث وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليمين على المدعي رد اليمين على المدعي إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه وأنكل المدعى عليه فلم يحلف ردت اليمين على المدعي لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق ذكره البيهقي والدار القطني وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان رضي الله عنه فلم يحلف وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف هذا إذا أمكن تحليف المدعي بأن كان بالغا عاقلا فإن لم يكن تحليفه كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين بأن مات شخص ولا وارث له إذا وجد في دفتره ما يدل عليه فإن هو الحالة هذه يحبش المدعي عليه بالحق الثابت من دفاتر الميت حتى يحلف أو يدفع الحق لأنه لا يمكن القضاء بلا يمين ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين الحبس لفصل القضية إذا ادعى الخصمان عينا إذا تدعى اثنان عينا ولا بينه فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله بيمينه لأن الأشعة بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألك بينه قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمالهم ثمنا قليلا الآية روض أبو داود وأخرجه مسلم بنحوه والبخاري بأتم منها وجه الدليل أن الأرض لما كانت في يد اليهودي ولم تثبت البينة آمره بالحلف ليتملك الأرض وإن كان المدعي به في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بمثل ذلك وإن تداعي داب ولأحدهما عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل لانفراده في الانتفاع بالداب نقول وإن كان المدعي به في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما وإن تداعي داب ولأحدهما عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل لانفراده في الانتفاع بالداب ولو تداعى ثلاثة داب واحد سائقها والآخر آخذ بزمامهم والثالث راكبها فالقول قول الراكب بيمينه لوجود الانتفاع في حقه ولو تنازع اثنان داب في استبل أحدهما ويادوهما عليها فهي لهما إن كان فيه دواب لغير مالكه وإلا فهي لصاحب الاستبل ولو تنازع شيئا في ظرف وياد أحدهما على الشيء وياد الآخر على الظرف اختصت كل منهما بما في يده لانفصال أحدهما عن الآخر من حلف على فعل نفسه أو غيره من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفيا أو إثباتا كأن يقول والله ما فعلت في النفي والله فعلت في الإثبات لإحاطته بعلم نفسه وإن حلف على فعل غيره فإن كان على نفي العلم فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا وإن كان إثباتا حلف على البت فيقول والله فعله لإن كان الإحاطة من أنكر حقا عليه من كان له عند شخص حق وليس له بينه وهو منكر فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس وكذا يأخذه ولو أمكن تحصيله من طريق القاضي على الراجح ويشهد لذلك قضية امرأة أبي سفيان ولأن في رفعه للقاضي مشقة ومنه وتضيع زمان وقيل لا يأخذه إذا أمكن أخذه من طريق القضاء ثم متى جاز له الأخذ ولكنه لم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب ونقب الجدار جاز له ذلك ولا يضمن ما أتلف كما لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن الشهادة الشهادة الإخبار بما شوهد والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون والمئتين وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم سورة البقرة الآية الثانية والثمانون بعد المئتين وهو أمر إرشاد وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع والآيات والأخبار فيها كثيرة صفة الشاهد للشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته منها الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر ذميا كان أو حربيا سواء شهد على مسلم أو كافر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم رواه عبد الرزاق بمعناه مرسل ورواه البيهقي وضعفه ولأن الشهادة نفوذ قول على الغير وذلك ولاية الكافر ليس من أهلها ومنها البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقة ولا المجنون لأن الصبي والمجنون إذا لم ينفذ قولهما في حق نفسهما إذا أقرى ففي حق غيرهما أولى ولقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء سورة البقرة الآية الثانية والثمانون والمئتان والصبي ليس من الرجال وهو والمجنون ممن لا يرضون للشهادة ومنها الحرية فلا تقبل شهادة الرقيق قنا أو مدبرا أو مكاتبة أو أم ولد بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم سورة الطلاق الآية الثانية والخطاب للأحرار وقوله منكم ليس لإخراج الكافر لأنه خرج بقوله ذوي عدل منكم فتعين أنه لإخراج العبد ولأنها نفوذ قول على الغير فهي ولاية والعبد ليس من أهل الولايات ومنها العدالة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية وللعدالة شروط منها أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر والمراض بالمصر المدمن عليها لا أن يفعلها أحيانا ثم ينقطع عنها فإن كان الأغلب الطاعة قبلت شهادته وإن كان الأغلب المعصية ردت شهادته والمراض بالكبائر ما أوجب الحذ كالزنا وشرب الخمر والسرقة أو ما ورد فيها الوعيد الشديد كالغيبة والنميمة والقذ والصغيرة ما قل فيها الإثم كالنظرة واللمس ومنها أن يكون صحيح العقيدة فلا تقبل شهادة أهل البدع والأهواء الذين كفروا ببدعتهم وأما من لم يكفر منهم فإنها تقبل شهادته ومنها أن يكون مأمونا عند الغضب فمن لم يؤمن غضبه يحمله الغضب على عدم قول الحق فلا تقبل شهادته ومنها أن يكون محافظا على مرؤته فلا تقبل شهادة من لم يحافظ عليها كالرقاص والطبال والزبال والذين يظهرون التواجد في حلقات الذكر وأشباه هؤلاء ممن فقدوا كرامتهم ومن فقد ذلك فقد اختل عقله وقل حياؤه ومن لا حياء فيه لا خير فيه بالرقص وتحريك الأعضاء والرؤوس كصنع المجانين فلا يوثق بقوله في حق غيره أقسام الحقوق الحقوق على ضربين حق الله تعالى وحق الآدمين أما حق الله فسيأتي بيانه وأما حق الآدمين فهو على ثلاث أضرب الأول ما هو مال أو كان المقصود منه المال أما المال كالأعيان والديون وأما ما كان المقصود منه المال كالبيع والإجارة والرهن والإقرار والغضب وقتل الخطأ ونحو ذلك عزيز المستمع ربما كان هذا تصحيفا وهو يريد الغصب فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان سورة البقرة الآية الثانية والثمانون والمئتان كما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان يقبل فيه شاهد ويمين المدعي لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم وقال الماوردي ورواه من الصحابة ثمانية ويجب تأخير اليمين على الشاهد الضرب الثاني وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال وهو مما يطلع عليه الرجال كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية وقتل العمد الذي يقصد به القصاص وسائر الحدود غير حد الزنا والبلوغ وانقضاء العدة والعفو عن القصاص والإيلاء والظهار والموت والخلع من جانب المرأة والتدبير والكتابة فلا يقبلوا في ذلك إلا رجلان والأصل في بعض ذلك قوله تعالى حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الآيتان الأولى هي السادسة بعد المئة من سورة المائدة أما الآية الثانية فهي الآية الثانية من سورة الطلاق وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل وقال ابن شهاب مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وفيه إرسال الضرب الثالث وهو ما لا يطلع عليه الرجال ويختص النساء بمعرفته غالبة فيقبل فيه شهادتهن منفردات وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والردق والقرن والحيض والرضاع وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار وكذا استهلاء الألولة على المشهور فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن تجوز فيها رواه عبد الرزاق عنه بمعناه ولأن الرجال لا يرون ذلك غالبا فلو لم تقبل شهادتهن لتعذر إثباته وأما اعتبار الأربع فلأن الله تعالى أقام كل امرأتين مقام رجل وقال صلى الله عليه وآله وسلم أما نقصان عقلهن فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد وإذا جاز شهادة النساء الخلص جاز بشهادة رجل وامرأتين أو رجلين وهو أولى بالقبول استهلال الولد خروجه من بطن أمه صارخة انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشهاد الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في الشهادة حقوق الله تعالى هذا هو القسم الثاني من الحقوق وهي على ثلاثة أضرب الضرب الأول لا يقبل فيه أقل من أربع هو الزنا واللواط وإتيان البهائم وحجة ذلك في الزنا واللواط قوله تعالى والتي يأتين الفاحشة النسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآية الخامسة عشرة سورة النساء وقوله تعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية الثالثة عشرة سورة النور وفي مسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو وجبت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم ولأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش فغلظ في الشهادة عليهم ليكون أسترى للمحالم وأما إتيان البهائم فإنه إتيان فرج في فرج يجب الغسل فأشبه الآدمي الضرب الثاني من حقوق الله في الشهادة ولا مدخل للنساء فيه ولا يقبل فيه إلا ردلان كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة ونحو ذلك لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وقياسا على النكاح والوصية هذه هي الآية الثانية من سورة الطلاق الضرب الثالث يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وابن حبانا في صحيحه ورواه الدار قبني والحاكم هذه بين معقوفتين وقال صحيح على شرط مسلم شهادة الأعمى المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر وقد يكون من جهة حاسة السمع فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاتماد فيه على قبول الشهادة فما يستفاد العلم به بحاسة السمع كالنسب والموت والملك المطلق كأن سمع ذلك في دفعات وأتكرر من قوم مختلفين حتى يدقنه وصار عنده كالتواتر فالشهادة والحالة هذه معتمدة على السمع فالأعمى والبصير في ذلك على السواء من شرط الشهادة لا تجوز شهادة الذي يدر لنفسه نفع أو يدفع عنها ضرر لوجود التهمة كشهادة الوارث لمورثه فيما يدر نفع لأن الشاهد مستحق في هذا فيصير شاهدا لنفسه وكذلك شهادة الغرماء للمفلس لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه له فتصير شهادة لأنفسهم واحتج لذلك بقوله تعالى وأدنى أن لا تركابوا سورة البقرة الآية الثانية والثمانون بعد المئتين والريبة حاصلة هنا وقال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين الظليم المتهم ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضرر كشهادة العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق لأنهم يدفعون على أنفسهم تحمل الدية بثبوت فسق شهود القتل وكذلك لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه لدفع ما تحمله بالضمان لوجود التهمة العتق العتق في الشرع هو إزالة الملك عن الآدمي تقربا من الله تعالى وهو مندوب إليه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى فك رقبه الآية الثالثة عشر سورة البلد وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو منه عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه لأن في العتق فكاكا من الذل فكان من أعظم القرب وأجزل معا شرط صحة العتق وشرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله سواء كان مسلما أو ذميا أو حابيا لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشبه الهدى ويصح العتق بالنفذ الصريح مطلقا وبالكتابة مع النية فمن قال لعبده أعتقتك أو أنت معتق أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر عتق العبد وإن لم يقصد بذلك إيقاع على إتق لأن هزله جد وجده جد كما جاء في الخبر وأما ألفاظ الكناية فكقوله لا ملك لي عليك لا سلطان لي عليك لا سبيل لي عليك أنت لله وما أشبه ذلك والكنار ما احتمل العتق وغيره فإنه العتق عتق وإلا فلا عتق بعض العبد يجد للشخص أن يعتق بعض العبد كما له أن يعتق جميعه فإذا أعتق بعضه عتق كله واحتج لذلك بأن شخصا أعتق شخصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لله شريك روه أبو داود وفي رواه هو حر كله وإذا أعتق شريك في عبد وكان المعتق موسرا حال العتق قوم عليه نصيب شريكه ويسر العتق إليه وإن كان مؤسرا عتق نصيبه ورق الباقي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق روه الشيخان وفي رواية البخاري فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق وفي رواية فهو عتيق عدق الأصول والفروع من ملك أحدا من أصوله وإن على أو من فروعه وإن سفل عتق عليه أما في الأصول أما في الأصول فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يجزي ولد والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه موه مسلم ولأن بين الوالد والولد بعضية ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه وأما في الأولاد فلقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فدل على امتناع اجتماع بنوة والملك حاشية وقال اتخذ الرحمن ولدا هي من سورة الأنبياء الآية السادسة والعشرون أما قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فهي الآية الثانية والتسعون من سورة مريم امتهت الحاشية الولاء الولاء مشتق من المعلاة وهي المعاونة فكأن العبد أحد أقارب المعتق وفي الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق الارث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه وعصبته الذكور من بعده واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق والأصل في ذلك بعد السنة الإجماع والولاء من حقوق العتق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن أعتق فاسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق وهذا الحديث رواه الشيخان الولاء لمن أعتق وحكم الولاء حكم التعصيب عند عذم المعتق فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث رواه ابن خزينة وابن حبانة والحاكم ومعنى الحديث اختلاط كاختلاط النسب فإذا كان العصب ابن وابن ابن فالولاء للدن وإن كان له أب وأخ فالولاء للأبي كالإرف وهكذا ولا يورث النساء بالولاء إلا من أعتق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها إلى أقرب الناس إليها من العصبات ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته التدبير التدبير في اللغة النظر في عواقب الأمور وفي الشرع تعليق عدق بالموت وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع وقد دبر المهاجرون والأنصار ودبرت عائشة رضي الله عنها أمة وأجمع المسلمون عليها والتدبير لا يزول الملك بل للسيد التصرف فيه واحتج له بأن جابر رضي الله عنه أخبر بأن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام رواه الشافعي وفي الصحيحان فاشتراه نعيم بن عبد الله وهل يجوز الرجوع في التدبير بالقول الصحيح أنه لا يجوز الكتابة تعليق عدق بصفة ضمية معاوضة وهي مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين الأول أن يكون أمينة الثاني أن يكون قادرا على الكسب قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا سورة النور الآية الثالثة والثلاثون قال الشافعي المراد بالخير الاكتساب والأمانة لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء وغير الأمين لا يوثق بوفائه شرط صحة الكتابة ولا تصح الكتابة إلا بمال معلوم إلى أجل معلومة لأن الجهالة بهما غرر يؤدي إلى النزاع والمال في الكتابة على نجمين حاشية أي على قسطين انتهى قال علي رضي الله عنه الكتابة على نجمين والإيفاء من الثاني حاشية وهو المكاتب انتهى وقال عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه لا أكاتبنك على نجمين فلو جاز على أقل منهما نفعله لأنه أزيد في العقوبة أما فوق النجمين أما فوق النجمين فجائز باتفاق عقد الكتابة عقد الكتابة جائز من جهة العبد لأنه لحظه فله فسخه ولازم من جهة السيد فليس له فسخه لأنه لو جاز له الفسخ لم يفق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل تصرف المكاتب والسيد المكاتب يملك بعقد الكتابة بمنافعه ومكاسبه فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها هو يملكها ويجب على السيد في الكتابة الصحيحة أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه أو يؤتيه شيئا من عنده يستعين به على الأداء لقوله تعالى وآتوهم مما لله الذي آتاكم والأمر للوجوب سورة النهر الآية الثالثة والثلاثون وفي قدر الواجب وجهان أحدهما يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره كالمتعة تكون بقدر اليسار والإعسار الثاني أنه يكفي أقل ما يتمول لأن الله تعالى لم يقدر شيئا بخلاف المتعة فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعشر ولكن استحبوا حط الربع فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله تعالى وآتوهم مما لله الذي آتاكم قال الربع وعلم أنه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم رواه أبو داود الأمة المستولدة إذا وطئ الحر أمته فحبلت منه إن عقد ولده حرا وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموت السيد ويقدم عدقها على الديون ولما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم أعتقها ولدها رواه ابن حزم بإسناد صحيح وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها فأقام صلى الله عليه وآله وسلم وحرم بيعها وهبتها ورهمها والوصية بها لحديث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورفن ليستمتع بها سيدها مادام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدار قطني والبيهقي ويجوز للسيد استخدامها وطؤها واعلم أن أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف في حريتهم وإن كانوا من نكاح أوزن فلهم حكم الأم لأن الولد يتبع الأم في الحرية والرق التشريح والضرورة إليه جاء في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في الرياض ما يأتي إن شريعة الإسلام تنزيل من حكيم حميد عليم بما كان وما سيكون أنزلها على خير الخلق وختم الأنبياء والمرسلين وجعلها قواعب كلية ومقاصب سامية شاملة فكانت تشريعا عاما خالدا صالحا لجميع طبقات الخلق في كل زمان ومكان إن كثيرا من الجزئيات والوقائع التي حدثت لا نجدها منصوصا عليها نفسها في الكتاب أو السنة وربما لم تكن وقعت من قبل فلا يعرف لسلفنا الصالح فيها حكم لكن يتبين لبحث علماء الإسلام عنها أنها مندارجة في قاعدة شرعية عامة ومن ثم يعرف حكمها ومسألة تشريح جثف موتى بني آدم لا تعد أن تكون جزئية من هذه الجزئيات التي لم ينص عليها في نص خاص فشأنها شأن الوقائع التي جدت ولا بد أن تكون مشمولة بقاعدة كلية من قواعب الشريعة وراجعة لمقصد عام من مقاصدها العالية ضرورة كمال الشريعة وشمولها وصلاحيتها لجميع الخلق وختمها بمن أرسل رحمة للعالمين قال تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا سورة مريم الآية الرابعة والستون وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما سورة النساء الآية الخامسة والستون والمئة وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين سورة المائدة الآية الثالثة وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أحب إليه القدر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وبالبحث عن مسألة التشريح تبين أنها مندرجة تحت قواعد الشريعة العامة وراجعة إلى المصالح المعتبرة شرعا وأن لها نظائر من المسائل التي حكم فيها الفقهاء مع اختلاف نظرهم وجتهادهم فيها وهذا مما ينير الطريق ويهدي الباحث في مسألة التشريح ويساعده على الوصول إلى ما قد يكون صوابا إن شاء الله إن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا لأشدهما ومسألة التشريح داخلة في هذه القاعدة على كل حال فإن مصلحة حرمة الميت مسلما كان أو ذميا إذا تعارضت مع مصلحة أولياء الميت والأمة والمتهم عند الاشتباه فقد ينتهي الأمر بالتشريح والتحقيق مع المتهم إلى إثبات الجناية عليه وفي ذلك حفظ لحق أولياء الميت وإعانة لولي الأمر على عضبط الأمن وردع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة خوفية وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عادية وفي ذلك براءة متهم كما أن في التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وباء ومعرفة نوعه فيبتقى شره بوسائل الوقاية المناسبة وفي هذا المحافظة على نفوس الأحياء والحد من أسباب الأمراض وقد حثت الشريعة على الوقاية من الأمراض وعلى التداول مما أصابها وفي هذا مصلحة للأمة ومحافظة على سلامتها وإنقاذها مما يخسى أن يصيبها جريا على مقتضت به سنة الله شرعا وقدر تعلم التشريح وفي تعريف الطلاب تركيب جسم الإنسان وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة ومواضعها وحجمها صحيحة ومريضة وفي تجريبهم على ذلك عملية وتعريفهم بإصابتها وطرق علاجها في ذلك مصالح كثيرة تعود على الأمة بالخير العمين فإذا تعرضت مصلحة المحافظة على حرمة الميت مع هذه المصالح نظر العلماء أي المصلحتين أرجح فبني عليها الحكم منعا أو إباحة وإليك رأي بعض علماء الأجلة سئل صاحب الفضيلة الشيخ حسنين مخلوف عن حكم تشريح الموت فأجاب بالآتي رحمه الله اعلم أن تطبيب الأجسام وعلاج الأمراض أمر مشروع حفظا لنوع الإنساني حتى يبقى إلى الأمد المقدر له وقد تداوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وأمر به من أصابه مرض من أهله وأصحابه وقال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ودرج بعده أصحابه على هديه في التداوي والعلاج فكان الطب تعليما مشروعا بقول رسول وفعله بل بذلالة الآيات الواردة بالترخيص للمريض بالفطر تمكينا له من العلاج وبعدا عما يوجب تفاقما الألة أو الهلاك والترخيص للمريض بالعدول عن الماء إلى التراب الطاهر حمية له وفي ذلك كله تنبيه على حرص الشارع على التداوي وإزالة العلل والحمية من كل ما يؤذي الإنسان من الداخل أو الخارج كما أشار إليه إمام بن القيم في زاد المعاد فكان فم الطب علما وعملا من فرود الكفاية التي يجب على الأمة قيام طائفة منها بها وتأثم الأمة تجمعها بتركه وعدم النهوض به كما أن جميع ما تحتاج إليه الأمة من العلوم والصناعات في تكوينها وبقائها من فرود الكفاية التي أمر بها الشارع وحث عليها وحذر من التهاون فيها ومن مقدمات فن الطب بل من مقاوماته تشريح الأجسام فلا يمكن الطبيب أن يقوم بطب الأجسام وعلاج الأمراض بأنواعها المختلفة إلا إذا أحاط خبره بتشريح جسم الإنسان علما وعملا وعرف أعضاءه الداخلية وأجزاءه المكونة لبنيته واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك فهو من الأمور التي لابد منها لمن يزاور الطب حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضى وعلاج الأمراض ولا يمتري في ذلك أحد ولا يقال قد كان فيما سلف طب ولم يكن هناك تشريح لأنه كان طبا بداية لأعلن ظاهرة وكلامنا في طب وافل لشتى الأمراض والألم والعلوم تتزايد والوسائل تنم وتكثر وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجبا بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه ومباشرته بالعمل على الأمة لتقوم طائفة منها به فإن من القواعد الأصولية أن الشارع إذا أوجب شيئا يتضمن ذلك إيجابا ما يتوقف عليه ذلك الشيء فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجابا للطهارة التي تتوقف الصلاة عليها وإذا أوجب على الأمة تعلم فريق منها للطب وتعليمه ومباشرته فقد أوجب بذلك عليهم تعليم التشريح وتعلمه ومزاولته أعمل هذا دليل جواز التشريح من حيث كونه علما يدرس وعملا يمارس بل دليل وجوبه على من تخصص في مهنة الطب البشري وعلاج الأمراض أما التشريح لأعراض أخرى كتشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة وتحقيق ظروفها وملابساتها والاستدلال به على ثبوت الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم فلا شبهة في جوازه أيضا إذا توقف عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام حتى لا يظلم بريء ولا يفلت من الإقاب مجرم الأثيم وكم كان التشريح فيصلا بين حق وباطل وعدل وظلم فقد يتهم إنسانا بقتل آخر بسبب دس السم له في الطعام ويشهد شهود الزور بذلك فيثبت التشريح أنه لا أثر للسم في الجسم وإنما مات الميت بسبب طبيعي فيبرأ المتهم ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين أو المسجونين وقد يزعى مجرم ارتكب جريمة القتل ثم أحرق الجثة أن الموت بسبب الحرق لا غير فيثبت التشريح أن الموت جنائي والإحراق إنما كان ستارا أسدل على الجريمة فيقتص من المجرم ولولا ذلك لأفلت من الإقاب وبقي بين الناس جر ثم تفساد انتهى الشريط الواحد والعشرون من كتاب الفقه الميسر في الإبادات والمعاملات من تأليف أحمد أيسى عاشور وللكتاب بقية على الشريط الثاني والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثاني والعشرون والأخير من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات لمؤلفه أحمد أيسى عاشور نواصل القراءة في التشريح رد شبهاته وأحكام التأمين رد شبهات في التشريح الشبهة الأولى وقد يصار هنا حديث كرامة جسم الإنسان وما في كشفه وتشريحه من هوان فأظن جاهل أنه لا يدوز التشريح مهما كانت بواعثه ولكن بقليل من التأمل في قواعد الشريعة يعلم أن مدار الأحكام الشرعية على رعاية المصالح والمفاسد فما كان فيه مصلحة راجحة يؤمر به وما كان فيه مفسدة راجحة ينهى عنه فلا شك أن الموازنة بين ما في التشريح من هدك حرمة الجثة وما له من مصلحة في التطبيب والعلاج وتحقيق العدالة وإنقاذ البريء من العقاب وإثبات التهمة على المجرم الجاني تنادي برجحان هذه المصالح على تلك المفسدة الشبهة الثانية وقد يقال إن اقتضت المصلحة تشريح إنسان ميت فليقتصر على تشريح المحاربين والمرت الدين فإن درهم هدر وبهذا يجمع بين مصلحة حرمة الميت المسلم ومصلحة الخدمات الطبية وربما نوقش ذلك باحتمال عدم الكفاية بتشريح المحاربين والمرتدين أو عدم تيسر الحصول عليهم فيعود الأمر إلى البحث في تشريح جثث موت المسلمين الشبهة الثالثة قد يقال لا ضرورة إلى تشريح جثث الموت مطلقة إذ يمكن أن يستغنى عن ذلك بتشريح الحيوانات بعد ذبح ما يذبح منها ذبحا شرعية محافظة على المال ففي ذلك غنية عن تشريح جثث بني آدم وجمع بين مصلحة موت الآدميين ومصلحة الخدمات الطبية والجواب عن ذلك ما ذكره الدكتور محمد عبد الفتاح هدارة بينا أوجه الشبه والخلاف بين جسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى القريبة الشبه به فقال يستلزم تدريب الطبيب للممارسة الصحيحة للطب والجراحة أن يعرف حجم وشكل ومكان وتركيب كل عضو وما يجاوره من الأعضاء الأخرى في الجسم السليم إذ يمكنه بعدئذ أن يعرف ما قد يطرأ من تغييرات على حجم وشكل ومكان وتركيب أي من هذه الأعضاء بسبب المرض فالمعرفة المذكورة المطلوبة معرفة تفصيلية دقيقة يصعب تصورها أو الحصول عليها دون تشريح الأجسام البشرية ولا يمكن الاستعابة في هذا المدمار عن الجسم البشري بجسم حيوان آخر فأقرب الحيوانة إلى شكل الإنسان هي مجموعة الأنواع التي تعرف بذوات الثدي وهي التي ترد وترضع أولادها والشبه بينها وبين الإنسان عام ولكن هناك الاختلافات الكثيرة ولا تفيد دراسة تفاصيل جسم حيوان الثدي في فهم تفاصيل الجسم البشري التي تعين على تشخيص الأمراض في أحوال كثيرة فالاعتماد على تشريح الحيوانات الثيدية وحدها حتى أقربها إلى الإنسان شكلا لا يعطي فكرة صادقة عن تفاصيل الجسم البشري وقد يزرع في ذهن الأطباء عامة صورة غير صادقة عن تركيب الجسم البشري تكون سببا في ارتكاب الأطباء للأخطاء الفنية أرأي هيئة كبار العلماء في الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقد في مدينة الطائف في شهر شعبان عام ستة وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة تقدمت سفارة ماليزيا بجدة بمذكرة تستفسر فيها عن حكم إجراء عملية جراحية على ميت مسلم لأغراض مصالح الخدمات الطبية كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول التشريح لغرض التحقق من دعوة جنائية الثاني التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه لاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها الثالث التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما وبعد تدول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليها أعلى قرر المجلس ما يلي بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية مجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرمة الجثث المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما وأنه إذا تعرضت المصالح أخذ بأرجحها وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحاوانات لا يغني عن تشريح الإنسان وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظرا لعناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حية وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حية ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى ملخصا من مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر بالرياض حكم التأمين قال الدكتور عيسى عبده في كتابه العقود الشرعية ما يأتي لا نعرف أحدا من فقهاء المذاهب المتأخرين بحث في عقد التأمين لمعرفة موقف الفقه الإسلامي منه قبل العلامة محمد ابن عبدين صاحب حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه المذهب الحنفي لأن هذا الضرب من التعامل لم يعرف في البلاد الإسلامية إلا في القرن الثالث عشر الهجري وقد أورد ابن عبدين بحثا قيمة فيما استخرج به حكم الشريعة في التأمين على الأموال لأنه الذي كثر السؤال عنه في زمنه معبرا عنه باسم السوكرة وقد ساق الأدلة المقنعة في هذا الشأن أعراء العلماء المعاصرين في عقد التأمين إن المتتبع لما كتبه هؤلاء العلماء أو نقل عنهم يرى أنهم انقسموا في هذا الشأن إلى ثلاث فرق واحد ذهب الفريق الأول وهم الأكثر إلى عدم جواز هذا الضرب من التعامل مطلقة أي سواء كان التأمين على الحياة أم كان على الأموال أو كان ضد الضرار للناشئة من المسؤولية ومن هذا الفريق الشيخ محمد بخيت رحمه الله مفتي ديار المصرية الأسبق فقد حكم بمنع هذا التعامل في فتوى له ردا على سؤال ورد إليه من بعض العلماء المقيمين بولاية سلانيك بالدولة العثمانية في ذلك الوقت ومن هذا الفريق أيضا الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامعة الأزهر السابق في فتوى له في هذا الموضوع ومن هذا الفريق أيضا بعض علماء المغاربة اثنان وذهب الفريق الثاني إلى جواز التعامل بكل أنواع التأمين من غير تفريقة بين نوع ونوع بشرط أن يكون خاليا من الرباء ثلاثة وذهب الفريق الثالث إلى التفريقة بين أنواع التأمين فأجازوا بعض أنواعه دون بعضه الآخر ومن القائلين بالتفريقة وهم إلى المنع أقرب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله فقال إن التأمين على السيارات مثلا لضمان إصلاحها ليس حراما وإن كان في النفس منه شيء حاشية عدل رحمه الله عن قوله وثبت على تحريم التأمين التجاري بكل فروعه راجع للمؤلف التأمين بين الحل والتحريم انتهت الحاشية والتأمين على الحياة نوع من المغامرة لأنه وإن دفع شخص بعض المال ومات فبأي حق يستحق كل المبلغ وإن عاش حتى نهاية مدة التأمين فإنه يأخذ المال الذي دفعه مع فائدة وهذا رباء رأي الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله من رأي الشيخ محمد بخيت رحمه الله منع عقد التأمين وحرمته بجميع أنواعه وقد جاء حكم التأمين على الأموال في رده على سؤال موجه إليه من بعض العلماء المقيمين بولاية سلاميك ونشر هذا الرد ضن ثلاث رسائل للمؤلف تحمل عنوان ثلاث رسائل وجاء فيه ورد خطابكم وبه تذكرون أن المسلم يدفع ماله تحت ضمانة أهل كومبانية تسمى كومبانية أسوكرتاه أصحابها مسلمون وذنيون أو مستأمنون ويدفع لهم في ذلك مبلغ معين من الدراهم حتى إذا هالك ماله الذي وضعه تحت ضمانهم يضمنونه له بمبلغ مقرر بينهم من الدراهم وتستفهمون عما إذا كان له شرعا أن يضمنهم ويضمنهم ماله المذكور إذا هلك بحرق أو نحوه أم لا يكون ذلك وعما إذا كان يحل له ما أخذه من الدراهم إذا ضمنوا ما هلك من ماله أم لا يحل وعما إذا كان يشترط في حل ما يأخذه من الدراهم بدلا من ماله الهالك أن يكون كل من العقد وأخذه الدراهم المذكورة في غير دار الإسلام أم يكفي أن يكون العقد في غير دار الإسلام فإذا هلك المال الموضوع تحت الضمان كان لصاحبه أن يأخذ الدراهم المقررة بدلا من ماله الهالك ويستلمها في دار الإسلام من وكيله مذني والمستأمن فيها وعما إذا كان يحل لأحد الشركاء أن يعقد بغير دار الإسلام ثم يعود بما أخذ إلى دار الإسلام أو يبعث به إلى شريكه أو وكيله بها أم لا يحل أيضا وقلتم إن ذلك مما عمت به البلوى في الديار التي أنتم بها الآن وقد أجاب عن هذا السؤال بما ملخصه إن المقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف أما الضمان بطريق الكفالة فليس متحققا هنا قطعا لأن شرطه أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها بل يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له فإن هلكت ضمن له مثلها في المثليات وقيمتها في القيميات وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا وبدل الخلع وبدل الصلح عند من عند وعلى ذلك لابد من كثير يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة ولا شبهة في أنها لا تطبق على العقد المذكور فإن المال الذي جعله صاحبه تحت ضمان أهل القنبانية لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره فلم يكن دينا عليه أداؤه ولا عينا مضمونة عليه بنفسها يجب عليه تسليم عينها قائمة أو تسليم مثلها أو قيمتها هالكة فأهل القنبانية لو ضمنوا يضمنون مالا للمالك له وهو لم يزل تحت يده يتصرف فيه كيف أشاء فلا يكور شرعا من ضمان الكفالة وأما الضمان بطريق التعدي أو الإتلاف فالأصل فيه قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية الرابعة والتسعون والمئة من سورة البقرة فهذا الضمان إنما يكون على المتعدي كالغاصب إذا هلك معصوبه أو على المتلف كالشريك الموسر إذا أعتقى نصيبه في عبد المشترك وأتلف بالعدك نصيب الشريك الآخر وأهل القنبانية لم يتعد واحد منهم على ذلك المال ولم يتلف ولم يتعرض له بأدنى ضرر بل إن المال قد هلك بالقضاء والقدر ولو فرض وجود متعد أو متلف فالضمان عليه دون غيره فلا وجه حينئذ لضمان أهل القنبانية من هذا الطريق أيضا وعلى هذا يكون هذا العقد عقد التزام بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضي وجوب الضمان شرعا والضمان لا يجب على أهل القنبانية والعقد المذكور لا يصلح سببا شرعيا لوجوب الضمان ولا يجوز أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة كما فهمه بعض العصريين لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرطا والعقد المذكور ليس كذلك لأن أهل القنبانية يأخذون المال على أن يكون لهم يعملون فيه لأنفسهم فأكون عقدا فاسدا وذلك لأنه معلق على خطر تاره يقع وتاره لا يقع فهو قماع معنا رأي الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي هو يرى جواز التأمين على الأموال دون التأمين على الأنفس وعنده أن الحاجة ماسة إلى النوع الأول بل الضرورة تقضي به وليس كذلك الثاني فيبقى على المنع وقد عقل فصلا في كتابه الفكر السامي تحت عنوان مسألة عمت بها البلوى وهي الضمان المسمى سكورتاه تصدى فيه بالرد على ثلاث فتاوى بتحريم التأمين صدرت من علماء زمانه وخلاصة ما قاله إن المفتين الثلاثة قد اتفقوا على المنع ولكن اختلفوا في تعليل هذا المنع فمنهم من علل بالغرر ومنهم من علل بالقمار ومنهم من قال إنه ضمان وهذا كله يجعل هذه الفتاوى الثلاث فاسدة وله في مناقشتهم كلام طويل وإن كان لا يسلم من الاعتراض حاشية قد يقال إن اختلاف علة التحريم لا يبيح التأمين لجواز أن تكون حرمة التأمين لهذه العلة المجتمعة ومتفرقة وقد وقفت على رأي الشيخ بخيت المتقدم فتنبه انتهت الحاشية رأي الأستاذ أحمد طاها السنوسي يرى الأستاذ أحمد طاها السنوسي أن عقد التأمين من المسؤولية جائز شرعا وقد احتج لجواز عقد التأمين من المسؤولية بقياسه على عقد الموالاة الذي يقرر فريق العلماء أنه سبب من أسباب الإرث شرعا ومن هؤلاء العلماء عمر وعلي وابن مسعود وبمذهبهم أخذ أبو حنيفة وأصحابه وعقد الموالاة وأن يعقد شخص مع آخر ليس له أقرباء عقد محالفة على أن يعقل عنه إذا حي ويرثه إذا مات فإن هذا العقد تنشأ عنه رابطة حقوقية بين عاقديه شرعا قوامها التزام العاقد الأعلى الذي يسمى مولى الموالاة بأن يتحمل الموجب المالي عن جناية الآخر في حالة الخطأ في المقابل أن العاقد الأعلى يارث الآخر إذا مات دون وارث فعقد التأمين عن المسؤولية يشبه عقد الموالاة من حيث أن كل منهما التزام بالموجب المالي الناشئ عن مسؤولية أحد عاقديه ففي عقد الموالاة التزام مولى الموالاة بدفع الموجب المالي الناشئ عن جناية الخطأ على الصادر من العاقد الآخر وفي عقد التأمين التزام المؤمن الشركة دفع الموجب المالي الناشئ من مسؤولية المؤمن له وفي مقابل هذا الالتزام يكون للملتزم في العقدين عوض مالي هو الميراث في عقد المؤلاه والمال الذي يدفعه المؤمن له في عقد التأمين وقد حصل الأستاذ السنسي بحثه هذا في التأمين من المسئولية أما التأمين على الأموال والتأمين على الأشخاص فلم يتناولهما لأن التشابه التام عنده مع عقد المؤلاه الأسمى إنما هو في التأمين من المسئولية انتهى ملخصا حاشية وقد يقال إنما ذهب إليه الأستاذ السنسي ليس محل اتفاق الفقهاء ولم يأخذ به إلا أبو حنيفة وأصحابه ولا يخفى مراعاة الخلاف والبعد عن الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه على أنه قد مر بك رأي الشيخ بخيت وهو من كبار الأحناف في عصره ولو أنه رحمه الله رأى فيه مستند لذكره ولأخذ به ولكنه لم يفعل ونحن نقول بقوله ونذهب مذهبه هذا وهناك رأي للأستاذ مصطفى الزرق وهو القائل بالجواز المطلق وقد عولنا على عدم الأخذ به اكتفاء بما ذكرنا من الآراء والأخذ بالأخوط خصوصا في مثل هذه المعاملات الشائكة التي اخترعها اليهود والصهيميون لابتزاز الأموال والحرص على جمعها بأي وسيلة انتهت الحاشية الله تعالى أسأل وهو ولي الهداية والتوفيق أن يجعلنا من المهتدين وأن ينفع بهذا الكتاب صاحبه وسائر المسلمين وأن يجعل هذا المجهود في صالح عمله وأن يتقبله منه إنه تعالى سميع مجيب تم بحمد الله تعالى المؤلف انتهى الشريط الثاني والعشرون والأخير من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات تأليف أحمد عيسى عشور الناشر مكتبة الساعي بالرياض قرأ الكتاب عليكم أحمد أزت وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتحقيق طارق التنطاوي الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم نبو الملح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أخبرنا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة أما بعد فإن من يتأمل أبناء الدنيا يجدهم متقلبين فيها بين خير وشر ونفع وضر ولم أر لهم في أيام الرخاء أنفع من الشكر والثناء والحمد ولا في أيام البلاء أنجع من الصبر والدعاء والذكر لأن من جعل الله عمره أطول من عمر محنته فإنهم سيكشفها عنه برأفته ورحمته ومنته ومغفرته والمسلمون في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى تنييز الطيب من القول والفعل ليأخذوا مكانهم تحت الشمس وتعود شمس الإسلام فتشرق على بلادهم من جريد وإذا كنا قد أمرنا أن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبنا تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ليشد من أزرنا في محنتنا وليكشف عنا الغم وليستجيب دعاءنا فإن خير ما نعطر به ألسنتنا ونشرح به صدورنا هو هذا الكلم الطيب من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنا ودمعه شيخ الإسلام الإمام دقي الدين ابن تيمية رحمه الله وطيب ذكره وقد قمت بتحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه بما يحقق النفع به على الوجه المرجو هدان الله جميعا إلى الطيب من القول وهدانا إلى صراط العزيز الحميد طارق الطنطاوي القاهرة في الثالث من يناير لعام 1991 ترجمة المصنف واحد نسبه ونشأته هو شيخ الإسلام الإمام المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني ولد بحران في عاش الربيع الأول سنة ستمائة وواحد وستين هجرية ثم ارتحل والده به وبأخويه إلى دمشق حيث تلقى العلم على مشايخها واعتنى بالحديث فسنع المصند مرات والكتب الستة والمعجم الكبير للتبراني وعددا لا يحصى من الكتب ثم أقبل على الفقه وعلم العربية كما أقبل على التفسير إقبالا كبيرا حتى سبق فيه وأحكم أصول الفقه كل ذلك وهو ابن بضع عشرة سنة فانظهر العلماء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وكان يحضر إلى المحافل العلمية فيناظر ويناقش وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنة وتوفي والده وعمره إحدى وعشرون سنة فقام مكانه بتفسير القرآن أيام الجمعة في المسجد الجامع ثم بعد ذلك اتجه إلى الحديث رواية وحفظة فرواه عن أعلامه وكبار شيوخه في وقته كابن أبليسر ومجد الدين ابن عساكر وفخر الدين ابن البخاري وغيرهم ثانيا شيوخه وتلامذه حكى البرزالي البرزالي أن شيوخه أكثر من مئة شيخ وهذا القول يوضح لنا كيف كانت همة الشيخ في السماع كبيرة وقد سمع في دمشق ابن عبدالدايم رعاية المعاجل اليسر والمجد ابن عساكر ويحيى ابن الصيرفي وغيرهم وقد أخذ الفقه والأصول عن والده والشيخ زين الدين ابن المنجة وقرأ العربية على ابن عبدالقوي وسمع الحديث عن حمس الدين أعطاء الحديث وابن علان وغيرهم من شيوخ الحديث حدث عنه خلق كبير منه الذهبي والبرزالي وأبو الفتوح ابن الفيدي الحناس وابن قيم الجوزية وغيرهم ثلاثة ثناء العلماء عليه قال الشيخ عماد الدين الواسطي هو الله وعظر تحت أدن السماء مثل ابن تيمية عيما وعملا وحالا وخلقا وحلما وقياما في حق الله عند امتهاك حرماته أصدق الناس وأصحهم علما وحزما وقال الحافظ الذهبي شيخنا وشيخ الإسلام الإمام الغزالي ومعرفة وشجاعة وحكاء وإلى سارة الأمة وأمرا بالمعروف ونهما وننكر ومحاسنه كثير وهو أكبر من أن ينبه على سيرته من أن ينبه على سيرته مثلي أربع مؤلفاته قال الحافظ الذهبي كان بحور العلم أثنى عليه الموافق والمخالف وصارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاثمائة مجلدة وقال ابن العماد في شغرات الذهب إن تصانيفه تبلغ خمسمائة مجلدة ومن مؤلفاته المطبوعة واحد مجموعة الفتاوى اثنان اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم ثلاثة رفع الملام عن الآئمة الأعلام أربع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح خمسة الفرقان بين الحق والباطل ستة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان انتهى الوجه الأول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله خرجه الترمذي وابن ماجة وقال الحاكم صحيح الإسناد هامش الترمذي كتاب الدعوات وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة كتاب الأدب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي انتهى الهامش اثنان وقال أبو غريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أخرجه مسلم هامش صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء وأحمد في مسنده انتهى الهامش ثلاثة وذكر عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن هامش سنن الترمذي كتاب الدعوات وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي انتهى الهامش أربع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أخرجه البخاري هامش صحيح البخاري وابن حبان في صحيحه فصل ستة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هامش صحيح البخاري في الدعوات وصحيح مسلم في الذكر والدعاء انتهى الهامش سبع وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هامش صحيح البخاري كتاب الدعوات وصحيح المسلم كتاب الذكر والترمذي وابن ماجة وأحمد انتهى الهامش ثمانية وقال أبو غريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس خرجه مسلم هامش صحيح مسلم في الذكر انتهى الهامش تسعة وقال سامرة ابن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خرجه مسلم هامش صحيح مسلم في الآداب انتهى الهامش عشرة وخرج أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلساء كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة هامش صحيح مسلم في الذكر سنن الترمذي وأحمد انتهى الهامش حالي عشر وفيه أيضا عن جويرة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته هامش صحيح مسلم في الذكر انتهى الهامش ثاني عشر وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هامش سنن أبي داود في الوطر والترمذي والنسائي وأحمد انتهى الهامش ثالث عشر وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهن قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلما ول الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ يديه من الخير خرجه مسلم هامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء والبزار كما في مجمع الزوائد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح رابع عشر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي حديث حسن هامش سنن الترمذي في الدعوات وقال وفي الباب عن أبي أيوب وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني كما في مجمع كما في مجمع الزوائد خامس عشر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه هامش صحيح البخاري في الدعوات وصحيح مسلم في الذكر والدعاء انتهى الهامش فصل في ذكر الله تعالى طرفين نهر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الأحزاب وهو ما بين العصر والمغرب وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الأعرف وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قاف وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الأنعم وقال تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية مريم وقال تعالى ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم الطور وقال تعالى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون الروم وقال تعالى وأقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات هود سادس عشر قال أبو غريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه خرجه مسلم هامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء والترمذي في الدعوات وقال حديث حسن صحيح غريب انتهى الهامش سابع عشر وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسر وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله هامش صحيح مسلم في الذكر وأبو داود في السنن انتهى الهامش ثامن عشر وقال عبد الله بن خبيب خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح تاسع عشر وذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح هامش سنن الترمذي وأبو داود وأحمد انتهى الهامش أشرون وعن شداد بن أوسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة خرجه البخاري هامش البخاري في الدعوات وأحمد والترمذي انتهى الهامش حالي وعشرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أرب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وفي رواية وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم قل هو إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك قال الترمذي حديث حسن صحيح هامش سنن أبي داود والترمذي ثاني وعشرون وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمي والعليم ثلاث مرات لم يضره شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح هامش سنن الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ثالث وعشرون وعن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب هامش سنن الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وفي سند الترمذي سعيد ابن المرزبان أبو سعيد البقال الأعور قال الحافظ مدلس ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث التقريب التهذيب انتهى الهامش رابع وعشرون وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وكتبك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثة أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ومن قالها أربعة أعتقه الله من النار قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هامش أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له والترمذي انتهى الهامش خامس وعشرون وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته خرجه أبو داود هامش سنن أبي داود في الأدب وفي سنده عبد الله بن عنبسة قال الحافظ في التقريب مقبول انتهى الهامش سادس وعشرون وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال يعني الخسف خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الحاكم صحيح الإسناد هامش سنن أبي داود في الأدب وابن ماجه في الدعاء والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي سابع وعشرون وعن طلق بن حبيب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال يا أبي الدرداء قد احترق بيتك فقال ما احترق لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هامش أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وفي سنده أغلب ابن تميم قال ابن حبان يروي عن يزيد بن هارون منكر الحديث يروي عن الثقات ما ليس له ما ليس من حديثهم حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة خطأه المجروحين انتهى الهامش فصل فيما يقال عند المنام ثمان وعشرون قال حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور متفق عليه هامش صحيح البخاري في الدعوات وفي كتاب التوحيد ومسلم في الذكر والدعاء الحديث التاسع والخمسون انتهى الهامش تسع وعشرون وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه هامش قوله باسمك اللهم أموت وأحيا قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت وقيل معناه بك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني قوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور المراد بأماتنا النوم وأما النشور فهو الإحياء للبعث فنيته صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت قال العلماء وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب انتهى نقلا عن شرح نووي والحديث في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ومسلم كتاب السلام والترمذي كتاب الدعوات والنفث نفخ لطيف بلا ريق وفي الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار وإنما رقية بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكرهات جملة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء انتهى الهامش ثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بعد ليلة فلما كان في الليلة الثالية الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكان أحرص شيء على الخير فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان فقال عليه السلام صدقك وهو كذوب خرجه البخاري هامش صحيح البخاري كتاب الوكالة وكتاب بدء الخلق وكتاب فضاء القرآن انتهى الهامش حادي وثلاثون وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه هامش صحيح البخاري كتاب فضاء القرآن ومسلم كتاب صلاة المسافرين فضل صورة الفاتحة انتهى الهامش اثنان وثلاثون وقال علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعقل ينا قبل أن يقرأ الثلاثة الأواخر من صورة البقرة وبهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الثاني والعشرين والأخير من كتاب الفقه الميسر تأليف أحمد عيسى عشور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر